أحد أمهات الشهداء قيلت أنا بحس إنه احتجاز ابني هو زي الجروح اللي في الإيد استناد القوانين الإسرائيلية في موضوع احتجاز جثامين الشهداء هي بترجع لقانون الطوارئ البريطاني 1945 فيه دائما هاجس لدى العائلات الفلسطينية وإحنا بنعرف هو موضوع حساس شوي سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء حرم بنته للأسف من الوداع الأخير على إمها بسبب المشهد الغير إنساني كان بسلم موضوع احتجاز جثامين الشهداء ودفنها لشركات خاصة لما أحكي لهم إنه في تسليم لجثمان شهيد هذا بيكون خبر مفرح بالنسبة إليهم ثير مرات إنه أنا بكيت رسميا إنه بحاول أمسك حالي على التلفون وأنا أحكي على التلفون مع أم الشهيد اللي عن جد هي بس أملها ورجاءها من هذا الدنيا إنها تشوف ابنها وتدفنه أنا اسمي حسين شجاعية أنا منسق الحمد الوطنية لإسترداج جثامين الشهداء في مقابر وفي ثلاجات الاحتلال ساعدت بوجود اليوم في تقارب اللي عن جد طلع كثير معلومات وتفاصيل عن هذه القضية بالأسئلة المطروحة وبالنقاشات اللي صارت يعني شكراً لتقارب وبتوقع إنه حلقة التقارب راح تكون موجودة معاي في كل النقاشات اللي بطرحها ومع الناس اللي بيسألوني عن هذه القضية راح يكون لينك حلقة التقارب موجود دائماً معي اللي يكون كمرجع مهم لقضية احتجاز جثامين الشهداء واللي راح أرسله لكل حدا بيسأل عن هذه القضية ويكون عن جد فاهم وعارف كل التفاصيل من خلال هذه الحلقة شكراً تقارب وشكراً أحمد على هذه الفرصة مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز حسين شجعية هذه الحلقة خاصة بالتعاون تيجي بالتعاون مع الحملة الوطنية للسرداد جثامين الشهداء واللي بلشت ب2008 ونشر الحلقة راح يكون بالتزامن مع الأيام السنوية فعلياً اللي فيها تكثيف الحملات بنهاية شهر 8 من كل عام جثامين الشهداء يمكن هذا الجرح المفتوح خارج نطاق الخبر في أهالي لسه ما تسكرت ملفات أبنائهم لسه جرح أبنائهم لسهاته مفتوح مع كل يوم بنحكى فيه عن خبر عن احتمالية استرداد أو تسليم جثمان شهيد ما برجع بنفتح جرح الشهيد من أول وجديد غير أنه فيه على مستوى الشعور وعلى مستوى العاطفي وعلى مستوى النفسية فيه قصة سمعتها في مخيم جنين خلال توثيقي للحلقة اللي جاءت الحلقة الخاصة كمان اللي إجت بعد اقتحام مخيم جنين أب فعلياً أبو نور جرار أبو محمد فقد ابنه في حادث سير أزون حسب ما أذكر وفقد ابنه فعلياً بشهيد ولكن الاحتلال سحب جثمانه فعمل قبرين جنب بعض لأولاده قبر فعلياً مغلق على ابنه والقبر الثاني مفتوح بالسنة تسليم جثمان ابنه تحكيها لكثير تفاصيل مش بسيطة بتكشعر البدن حرفياً بس هو بحكي عنها زي كأنه ابنه مبارح يستشهد وهو بحكي عنها كأن بحكي عن والدته ومشاعرها بكيف حتى الأسرة صعوبة ذهابها أو صعوبة وصولها حتى لقبر ابنها عشان ما ترجعين فتح الجرح من أول وجديد أو يتكثف أو يرجعين فتح من أول وجديد بشكل كثير مكثف النقطة الثانية عمل إحسين شجعية عمل مش بسيط أبداً فيه كثير تواصل مع العائلات ومع الأسر ومع أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم بتطلب منه كثير صبر وبتطلب منه كثير سكين وكثير هدوء وكثير دعم فجزء كمان من حوارنا اليوم رح يخوض فيه مصار عمل كمان أحسين بدي أذكركم قبل ما نبلش تسجيل أو قبل ما نبلش الحلقة بأذكركم وأشكركم مقدماً كالعادي على تفاعلكم ومشاركتكم محتوى هذه الحلقة كمان على مشاركتكم أفكاركم مقترحات للضيوف دائماً المقترحات اللي قاعدين تبعثوا ليها هي اللي بتساعدني وبتساعد تقارب يكون أقرب لجمهور وأقرب لإلكم دائماً وشكراً جزيلاً فعلياً على جداً على التفاعل والاشتراك في قنوات اليوتيوب وقنوات البودكاست أو حتى فعلياً تقييم المحتوى اللي أنتوا قاعدين بتشوفوه حسب المنصة اللي قاعدين تسمعونا فيها شكراً جزيلاً لإلكم وبهيك منبدأ حوارنا مع حسين الشجعي طرامات كيف حالك؟ أهلاً 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 يا أحبت أوه حطيتلي مايك أوه شايف مايك وسجلتلك ياهون أمتاز طب وكلي بتسمعني قاعد من إيربود سما أوه إيربود أوه هاي الفارق لما تيجي لحده جاهز هيك يعني من الأول لا متعودين يعني عشان هيك يعطيك ألف عافي أنا أحياناً بكون لما حدا بكون شغال في الإعلام أو شغال في محتوى مثل هيك يا أما بكون الإش كتير هوين وسهل يا أما بتعقد آه طبعاً هساً أنت جاي قبل التسجيل جاهز لللايف مباشرة آه يلاً ممتاز طيب حسين سعد صباحك أنا بس دأكد أنه الحوار كله بالعادي بكون مسجل في تقارب ما في منتاج من اللحظة هاي أو قبلها بشوي لحد نهاية الحلقة وبعدها بشوي آه فأنا باخد راحتي بالأسئلة بحب التفاصيل كتير فأنت تنضغطش مني لا لا تمام ولا تكلك يعني حاضر حاضر تسعين بالمية من حلقات تكارب وفاهم نظام ما تكلك طيب يعطيك العافية يلا عافيك أحسين إحنا من بالعادي ما أنت بما أنك حاضر تسعين بالمية من الحلقات نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب طيب طيب قبل هيك أنا الصورة تاعتي تمام الكادر كويس يعني ما بدكش أي تعديلات أنا ما بديش أي تعديلات فعليا لأنه يعني انت جاه داخل بكامل الجهوزية فأنا مش راح أعدل عليك طيب تمام يعطيك العافية أحمد يعني أنا اسمي حسين شجاعية أنا فلسطيني من قرية دير جرير شمال شرق رامالله حاليا بشتغل كمنسق لحملة استرداد جثامين الشهداء في مركز الكدس للمساعدة القانونية تقريبا بشتغل فيها كمنسق من سنتين تقريبا ولكن يعني كنت متابع إلها ومساند لزميلة السابقة منذ الـ 2016 وقريب من هاي القضية اللي هي قضية احتجاز جثامين الشهداء منذ العام 2012 في 2012 كانت في تسليم لعدد من جثامين الشهداء كنت قريب من الحدث وشاركت بتشييعهم ورافقت الجنازة لمكبرة رامالله فقضيتي وتعريفي لعلاقتي بجثامين الشهداء بتبلش من هون يعني أنا بشتغل بهذه القضية تقريبا من سنتين زي ما حكيت لك ومرافق إلها حسين بالعادي هذا التعريف الرسمي اللي موجود على جوجل تعرف كمان انت كم سنة إلك مع الجماعة؟ يعني أنا مع الحملة تقريبا من سبع سنوات طيب أنا دعا أقول لك آخر أربع سنين حسين هذا التعريف اللي موجود على جوجل طيب طيب في تقارب هذا التعريف غير مقبول فمن كل شكرا أنك عرفتنا عليك هلا بدك تقولنا مين حسين كيف نشأ وين وصل كيف بلش مشواره كيف تدرج وصلنا لهذا المحل فهذا التعريف الذي يحبه حسين تمام يعني أنا من موليد 1987 واللي هو عام الانتفاضة الأولى زي ما بتحكي وبلشت في العمل درست في جامعة الكدس أبو ديس في الكدس درست طبعا علم الآثار والصحافة المكتوبة وتدرجت في العمل ما بين يعني كطاعات مختلفة في هذا البلد بالـ 2016 بدأت العمل في مركز الكدسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كباحث ومنسك ميداني في هذه المؤسسة هذه المؤسسة طبعا بتعمل من سنوات طويلة منذ عام 1974 تشتغل في فلسطين وفي الضفة الغربية والكدسة المحتلة بلشت شغل فيها كمنسك وباحث ميداني وكنت قريب من حملة السرداجة ثامين الشهداء هذا عمل الرسمي واللي يعني بقضي اليوم فيه ولكن حسين شجعية في البلد وفي رمالله أنا موجود في كثير قطاعات ومتطوع في كثير مجالات منها مثلا تجوال سفر والملتقى التربوي العربي اللي بعطي جزء منه تطوعا من وقتي تطوعا في هذا المجال اللي أنا بحبه ويعني شغوف في هذا المجال يعني منذ العام 2021 تقريبا مسكت الحملة كمنسق للحملة وكنت قريب أكثر من عائلات الشهداء في هذه القضية تقريبا بزور كل عائلة شهيد بتم احتجاز جثمان ابنهم بعد الاستشهاد وهذا اللي خلاني قريب من الشغل اللي هو كمان يعني بعيدا عن انه هو عملي في مركز الكدس ولكن هذه قضية بتخصني كحسين شجعية بمرافقة عائلات الشهداء قبل حتى ما أكون منسق لهاي الحملة فهذا جزء من التعريف بحسين شجعية حسين انت كمان يعني قبل قبل الحملة أنا تعرفت عليك في مظاهرات ميدانية في رمالة بتذكر وكمان كان تكون دائما حاضر وناشط في أكتر من منصة إهلامية إذا بدي أرجع من قبل معرفتك أنت شو كنت تساوي؟ كنت كمان يعني فاعل في الجامعة أو بسياقات محلية؟ صحيح يعني أنا فاعل من قبل الجامعة وأثناء الجامعة يعني أنا في الجامعة كنت واحد من النشطين واللي خرجت بمئات الساعات العمل التطوع كنت متطوع في كل الفعاليات اللي بتشتغلها الجامعة بالمخيمات اللي بتكون فيها وحتى آخر فترة يعني فكروني كان في الجامعة أنه أنا بشتغل في شؤون الطلبة من كثر ما أنا موجود في كل الفعاليات وبعد التخرج من الجامعة يعني كنت موجود في كل الفعاليات في كل المظاهرات في كل الفعاليات اللي بحسها قريبة من حسين قريبة من شو أنا بفكر عشان هيك كنا بنشوف بعض في كثير أماكن وكنا موجودين أقراب من الشارع في كل إشي بصير في الشارع في دعم القضايا الوطنية والإنسانية اللي هي قريبة من شخصيتنا وقريبة من تفكيرنا ومعتقداتنا طب الشقة الثاني من السؤال كيف بتحب شتم تعريفك يعني مش عارف صراحة بس في تعريفات كثيرة يعني بحسها إنه هيك بتختزل كل إشي بنعمله في الحياة زي مثلا صحفي أو يعني أنا مش صحفي في النهاية أنا بشتغل كل شي في الحياة وموجود في كل مكان يعني هذا هو لا ما فهمتش مش هذا هو عدل للتعريفات اللي عندك مشكلة معها يعني صراحة ما عنديش كثير مشاكل يعني منفتح على كل المسميات والتعريفات ما عنديش ما مريش فكرت يعني يعني منفتح تعالي نمسك القوع منفتح على تعريفات محلية لقرية أو مدينة أو عيلة ما عندك مشكلة صحيح أنا من قرية وفلاح في من قرية ديرجرير وبشتغل بالأرض حتير وموجود فيها يعني أنا برضو قريب من الناس في المدينة وموجود وينما كان فما عنديش مشكلة بأي تعريف أو إنه أول مرة حدا بسأل ناسو ألبر ما زال اليوم أنا بالذات أنت أول ضيف تمسك له ياهن قائمة عندك عندك مشكلة تم تصنيفك فصائليا حسب حزب أو فصيل يعني آه مش كثير بحب الفصائلية والانتماء السياسي بغض النظر وانتماء السياسي يعني مش كثير طيب اختزالك باختزالك أو 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 تصنيفك كمان وفقا لنشاطك بمنصة أو أو بمساحة وبكذا كمان عندك مشكلة معه أو ما عندك مشكلة صحيح صحيح حكيت لك إنه أنا لأنه موجود في أكثر من مكان يعني إذا بتحكي إنه أنا صحفي فهذا يعني بيختزل إحسين شجاعية كنت مثلا باحث أو حقوقي بيختزل إحسين شجاعية فلا أنا حسين شجاعية بغض النظر وين كنت لأنه مرات بتلكيني في حقوق الإنسان في محل حملة استرداجة ثمين الشهداء مرات بتلكيني في الميدان في عمليات الهدم في عمليات المصادرات قبل يومين كنا بعد هدم مدرسة عين سامية بتلكيني بتجول في فلسطين ضمن تجوال سفر بتلكيني في الشارع مع المظاهرات فاختزال المصطلح كمصطلح وممكن يكون يعني بيقلل من شخصية الواحد هلا هاي الحلقة بالذات بس لأنها بتتعاون مع الحملة الوطنية الاسترداجة ثمين الشهداء زي ما اتفقنا أنا وياك فأنا هيك حاسس أنه في خط رفيع بدنا نمشي عليه بقضية الإش الشخصي فبديش أحفر فيك كتير بس يعني إن شاء الله بتولاك في جلسة تانية أو في حوار تانية إن شاء الله إن شاء الله احنا متشرف هاي جزء يمكن هيك بدنا يعني بدنا نكمل كمان بالمصار بكمان قضية يعني عملك ونشاطك في كمنصق بس كتير بهمني إنه لساتنا بمحل نتعرف على حسين اللي أصلا دخل هذا القطاع لأنه بالنسبة لإلي عشان هيك عم بصر على أسئلة كتيرة شخصية حتى لو إنها جاي بالتعاون مع حملة لأنه مش الطبيعي أو مش مصار طبيعي إنه حدا فعليا في البلد يلاك حاله بهذا التحدي العاطفي والنفسي والسياسي والاجتماعي والكتير معقد مش شوية يعني وكمان إشي تاني أحكي لك إنه أنا بحب أتعرف على شخص كتير عليك أنت بشكل شخصي أكثر لأنه بالنسبة لإلي بتعاطى أنه هذه قضية المنجزات فيها يمكن مش سهلة مش قريبة فإنتي فعليا بدك صبر وطول صبر بدي أجرب أكمل تعرف عليك من سؤال كيف صرت فلسطيني أو شو القصة اللي عملت منك الفلسطيني اللي موجود اليوم أو القصة الأولى اللي فتحت عيونك على فلسطين أو على الاحتلال يعني بالبداية حكيت لك أنا موليد 1987 وهذا العام مرتبط في الانتفاضة الأولى ولما بلشت أصحى على الدنيا وأفهم شو اللي بصير كانت دخلت الانتفاضة الثانية فأنا يعني واحدة من الأشياء اللي فتحتني على الوضع السياسي الفلسطيني كنت بزيارة لرمالله في زيارة لجدتي مع الوالد يعني كانت بحالة صحية بحاجة لنقلها للمستشفى فكنا مطالعين لرمالله وبتعرف الوصول لرمالله في الانتفاضة الثانية كان كثير صعب وممكن بدك تترك السيارة وتمشي مناطق معينة فلما وصلنا رمالله كان فيه اقتحام كبير لمدينة رمالله اللي أنا وقتها تركت جدتي ووالدي وخرجت لأشوف شو اللي بصير ووقتيها يعني شفت اللي بصير في رمالله شفت الاجتياح الكبير اللي كان شفت الإصابات شفت الشهداء اللي سقطوا في هذاك اليوم فهذه واحدة من الأشياء اللي أنا ما بنساها في ذاكرتي واللي يعني خلتني قريب من الشارع أشوف الإشي عن قرب يعني إحنا بنشوفه بالتلفزيون بنشوفه بالأخبار اللي كانت على طول الساعة التلفزيونات مفتوحة على القنوات الإخبارية اللي بنشوف وبننكل فيها أخبار الاقتحامات والشهداء ولكن تكون قريب من هذا الحدث هو بيخلي الإشي قريب منك أكثر وبسكل شخصيتك وهذا الحدث ما بيروح من ذاكرتك بشكل أبدي كم كان عمرك حسين وقتها؟ يعني تقريبا كان عمري 13 أو 14 سنة ممكن تحكي للمشهد كيف شفته إذا بدك ترجع ترويل إياه من غير ما تحلله؟ يعني كان مشهد اللي صار إحنا كنا بالمستشفى طبعا اللي كان موجودين فيه مستشفى رام الله ففجأة صارت الحالة الكبيرة في إسعافات تدخل المستشفى إيش فيه؟ فيه اقتحام كبير لواسط رام الله فأنا يعني حاولت أستغل هاي اللحظة وأنطلق من مستشفى رام الله اللي هي بتبعدش كثير عن وسط البلد وهناك شفنا كمية الجيش شفنا الشباب اللي عم بتواجه وعم تبروا بحجار على الجيش فكانت يعني كثير حالة اللي هي غير منطقية بالنسبة لي وغير يعني مفهومة وأول مرة يمكن بمر بهاي الحالة فكانت يعني هيك إشي جديد علي أو مشي جديد يعني كنت بشوفه بس مش قريب منه لدرجة أنه أنا قريب من شاب بضرب حجار وكنت جزء من هذا الاجتياح الصغير اللي كان لرام الله فعنجد كان لحظة طارقة معاي واللي ما بتنتسى هاي اللحظة في مشهد تاني مع بعضه يعني صراحة مش بتذكر بس هذا يعني هذا اللي أكثر إشي اللي بيكون معايك حسين شجعية ودائما بتذكره طيب حسين بالمدرسة أنت كنت قعد بصفوف بأوائل الصفوف ولا بأخرها لا بأخرها طبعا وطبعا المدرسة كانت شوف المدرسة كانت برضو فارق معاي أنت بتذكرني في أشياء فالمدرسة كمان كانت كثير من الأيام اللي نصح الصبحيات نلاقي أنه في شهيد فنكون أنا مجموعة من الأصدقاء اللي خلص اليوم في شهيد فلازم يكون في إضراب أو في تعليق للدوام حدادا على هذا الشهيد فكثير كانت يعني من الأيام اللي إحنا نروح على المدرسة بس عشان بدنا نسكر المدرسة أو نعلن الإضراب فكمان المدرسة كانت جزء من تحديد هويتي في هذا الإطار طب أنت بلشت فعليا كنت دائما تقعد وراء أو بلشت قدام وتدرجت لوراء لا أشوف صراحة من وراء من زماني يعني أنا أقعد بالصفوف الأخيرة عشان أشوف شلي بصير وكانت جزء من الأصدقاء يعني وبالجامعة بالمدرسة يعني صراحة نشوف كنا أنا والصديق إلي اللي في كل حدث فلسطيني يصير إن كان عملية أو كان استشهاد نتوكل أنا وهذا الصديق بكتابة هذا الحدث على طرف اللوح ليكون يوصل لكل الطلاب فإذا كان في مثلا عملية صايرة أو في شهيد نكتب على طرف اللوحي بخط إنه ما ينمحها في لحظة دخول الأستاذ إنه التاريخ كذا استشهد فلان لفلاني في قرية كذا عن عمر كذا فكانت يعني أو حتى نكتبها على ورقة ونعلقها فهذه من الأشياء اللي عن جد كانت في ذاكرتي من المدرسة وهذه الفترة كلي إحنا دايما ملفات الشهداء أو كنا بنعرف الشهداء لما بيستشهدوا لما بنطلع بجنازتهم وين تبلش الوعي عندك أنت على مستوى شخصي قبل ما نحكي بالحملة لأنه في إشي اسمه شهد الأرقام أو في إشي اسمه احتجاز جثمين عمستوى شخصي يعني عمستوى شخصي كانت الشهداء اللي بيستشهدوا وبنشوفهم واللي بيأثروا فينا يعني إحنا مثلا كانت في بيتنا في بوستر كبير ليحيا عياش محطوط على الباب وجينا فترة من الفترات بدنا نغير أو ندهن البيت فكان في صراع في البيت أنه هل ندهن الباب ونشيل البوستر اللي كان ملزك بشكل كبير جدا يعني فهذا يعني من أوائل الشهداء اللي يعني أثروا فيها كمان اللحظات اللي في المدرسة اللي بحكي لك فيها اللي يعني أنا بذكر أستاذ إلنا في الطبور الصباحي خرج بيبكي على الطبور الصباحي في اغتيال شهدين من مدينة نابلس اللي عن جد رحنا بحثنا عنهم ولكنوا كديش هما قدموا للبلد وكديش هما يعني شهداء اللي خسرتهم فلسطين في ذاك الوقت فكان موجود في معظم الوقت الشهداء وقضية القضايا الوطنية في ذاكرة حسين وفي نشأة حسين بس حسين بسأل قاعد على السؤال طبع وينت بلشت تتعرف على قضية أنه في شهداء محتجة زي جثامينهم أو ما تشيعوش يعني فعليا بلشت في هاي القضية في 2008 أول معرفة إلي أو أول تجربة إلي أنه أنا بلشت أشوف هاي القضية في 2008 كان في تبادل الأسرة اللي صار فيه مع لبنان واللي خرج على إطاره 199 جثمان شهيد فكانت أنه إيش هندول الشهداء خاصا لما كنا بنتابع التلفزيون وأنه فيه شاحنات بتمركوا عليها التوابيت وشهداء يعني 199 جثمان يعني أنت مش مش شهيد أو شهدين اللي عم بيرجعوا فهاي كانت يعني ببداية التعرف على هذه القضية في 2012 كان في نفس المشهد تقريبا ولكن كنت قريب منه في رام الله اللي وقتها تم تسليم 91 جثمان شهيد واللي كانوا حجم توابيت برضو بشكل كبير ملفوفة بالعلامة الفلسطينية واللي وقتها جزء كبير من عائلات الشهداء أخذت توابيتها وراحت على مدنها وعلى كراها لتشييعهم وقتها كان فيه عدد من الشهداء اللي تم تسليمهم ما كان واضح حويتهم مين هذول الشهداء وفعليا كان يعني أنا كنت قريب كنت من الموقع اللي كان فيه اللي بصير حديث انه شو رح نعمل فيهم هذولا ما فيه حدا من عائلاتهم موجود مش كادرين نتعرف عليهم فكان فيه قرار انه احنا لازم ننكلهم لمكبرة رام الله وندفنهم هناك بقبر يعني لحين التعرف عليهم وفعليا مشينا من رام الله من وسط رام الله لمكبرة رام الله هي في باتونيا وتم دفن الشهداء هناك وهاي كانت تقريبا اللي هي عن جد فتحت حسين على هاي القضية فتحت عقليتي على هاي القضية واللي صرت اتابعها شوي شوي في 2016 يعني اشتغلت وصرت بوظيفة بمركز الكدس المساعدة القانونية اللي هو المركز اللي بيحتضن الحملة الوطنية لاسترجاجها فامين الشهداء بالمتابعة القانونية وهناك صرت اقرب لهاي القضية لاني كنت اول ما بلشت كان في لازم يكون في ورقة تتوقع من كل عائلات الشهداء في مقابر الارقام فكنا في زيارات لكل عيلة شهيد في الضفة الغربية لنوقع هاي الورقة رحنا على مخيم جينين ماشينا من بيت لبيت رحنا على نابلس ماشينا من بيت لبيت فانا اتعرفت على كل عيلة شهيد تقريبا محتجز في مقابر الارقام وبهذاك الوقت كمان كانت عم تتصاعد احتجاز جثامين الشهداء بشكل جديد مع هبة الكدس اللي كانت في مدينة الكدس واللي كان خلالها في كثير من الشهداء اللي بتم احتجازهم واللي تقريبا بنحكي عن شهر اكتوبر من عام 2015 اللي بلش احتجاز جثامين الشهداء وهون صرنا يعني نزور العائلات الجدد ونشتغل ونشوف العائلات وشو بعانوا تزور العائلة في بداية الحدث وهي يعني لسه في حالة الصدمة تقريبا واللي هي مش فاهمة جزء من العائلات مش فاهمة انه طب ابن استشهد انا خلاصين يعني انا بدي اشيله بدي ادفنه بدي اكرمه بدي اعمله الجنازة اللي هي طليق بالشهيد وكان بنصدمه انه لا انه مش انه استشهد خلاص لازم يندفن ويتشيع كان فيه اجراءات اللي الاحتلال ممكن يكون فيها عشان يمنع يكون فيه مظاهرات كبيرة في تشييع الشهيد ممكن كادا عقابية للفعل اللي قام فيه الشهيد فهون يعني دخلنا بالعائلات بشكل كبير جدا زرنا كل العائلات العام الماضي استشهد يعني كان فيه شهيد في كرب رمالة شمال رمالة وكانت الاخبار بتطلع شوي شوي انه اخذوا جثمان الشهيد تمام لسه ما تعرفناش على الشهيد وكانت يعني المفاجأة انه الشهيد احد اقربائي الشهيد قيس شجاعية واللي هون يعني كنا اقراب من القضية بما فيه الكفاية من زيارة العائلات لوصلنا انه احد اقربائي شهيد ومحتجز في تلاجعة الاحتلال احنا بنحكي بذكرني ما عليش اتأكد بس اسمه قيس صح قيس شجاعية صحيح معرفتك ووعيك للأهالي والأسر كيف تستقبل وكيف تتعاطى مع هذا الخبر واثره وصعوبته عليهم ساعدتك في التعاطي مع هذا الموضوع لما صار الاشي قريب منك او كمان يعني لا لا صحيح يعني التجربة مع عائلات الشهداء العائلات القوية والعائلات اللي عن جد بتدخل بحالة صدمة وحالة طوارئ في قضية احتجاز جثامين الشهداء ساعدتني ولكن يعني اللي كان مساعد لنا كعائلة في هذه القضية انه عائلة شهيد قيس شجاعية هي عائلة قوية ومدركة لقضية احتجاز جثامين الشهداء وعلى معرفة تامة في هذه القضية فما كان الامر كصدمة لهم لانه بيعرفوا عن القضية وهم بيت اللي فيه اسير وفيه يعني قريبين من الحالة الوطنية فكان الموضوع اسهل شوي من عائلات اخرى اللي كانت تتلقى الصدمة بس يعني برضو هذا اشي موجع للعائلة انه استشهد ابننا بس مش موجود ومعرفتنا في قيس وعائلة قيس يعني كانت انه اه صر صر في عنا شهيد ومحتجز والاشياء اللي كنا بنسمعها من امهات الشهداء ومن اباء الشهداء صرنا بنسمعها من ام قيس اللي هي قريبة علينا واللي دايما بنشوفها وبنشوف ابو قيس يعني فالحالة صرت اقرب جدا يعني اقرب جدا لحسين من شو كانت قبل مع انه كنا بنزور كل العائلات ولكن لما يكون حدا من اقرباءك واللي ممكن اي يوم تشوف ابوه او تشوف امه في الشارع او في زيارات العائلية هذا كان قريب جدا من من القضية واللي بتحس فيها بشكل اكبر كيف بتحس يعني بدي احكي لك هيك دي اسألك انه اذا ما عندك مشكلة وما عنده مشكلة بدي اسمع اكتر انه اليوم اللي بتسكر او بخلص مثلا حالة المواساة او حالة الاحتضان لهذه الاسرة وهي بترجع بده تواجه اليوم اليوم تبعها شو بصير معها مع الاسرة يعني هون في حالة مختلفة عن الشهداء اللي دفنوا ابنهم صحيح هي الفكرة احمد يعني انه في اي حالة وفاة بغض النظر الشهيد ولا وفاة طبيعية احنا بالثقافة الشعبية بنحكي انه الموت يعني بيبلش كبير وبصير يصغر شوي شوي مع نعمة النسيان للانسان يعني وهذا يعني اشي موجود في ثقافتنا الشعبية ولهيك احتى بنقول اكرام المي يدفنوا وانه بنحاول لقدر الامكان ما ناخر الدفن ولكن الاحتجاز كأداء للاحتلال انه العائلة بيظل تستقبل الناس بيظل بيتها مفتوح للناس بيظل كأنه في العزة عندنا ثلاث ايام فعليا العزة ثلاث ايام وبسكر ولكن عائلات الشهداء وعائلة قيس اللي هي لليوم محتجز جثمان ابنهم زي كثير عائلات واللي راح نيجي نحكي اكثر بتفاصيل الارقام انه هي بيتها مفتوح دائما يعني في اي مناسبة في العيد في الحج في اي مناسبة الناس بتيجي وبتوقف جنبهم زي كأنه يعني خلص انه هذا بيت اجر مفتوح لحين استرداد الجثمان وخلص يعني في فترة هيدة ان الزمن توقف عند العائلات انه في وقفة هون وهاي الفترة ما بين الاستشهاد وما بين التسليم يعني العالم عندهم متوقف ولما التسليم بيبلش الحياة الطبيعية بترجع للحياة الطبيعية اللي لأي انسان عنده توفى حدا بتتم اخذ الدفن الشهيد واخذ العزة ثلاث ايام وخلص بعدين بيرجعوا لدورة الحياة اللي بتمر فيها اي عائلة فقدت ابنها او فقدت حبيب لها او عزيز انه بترجع بعد الدفن فهاي الفترة اللي هي ما بين الاحتجاز وما بين التسليم واللي ممكن تمتد له سنوات طويلة هاي فترة متوقف الزمن فيها وهي ما بيعيشوا لحظة اللي هي بتعيشها عائلة ممكن اكم من ساعة او نص يوم بالكثير الوفاة الطبيعية واللي بدون احتجاز هاي الفترة اللي هي يعني نص يوم او ممكن ساعات في الحياة الطبيعية او في الظروف الطبيعية عائلات الشهداء بتعيشها لسنوات طويلة بتوقف الزمن في هاي اللحظة وبرجع بيشتغل معهم وبرجع بتكمل معهم في لحظة تسليم الشهيد أنا كنت أفكر حسين أنه الأخبار عن حملات التسليم أو احتمالية التسليم هي اللي ممكن يعني ضل تفتح الجروح أو فيه إشي بين كل أمه وأبو لما بدهم يروحوا على المقبرة أو بنذكر بسياخهم المقبرة بسياخهم المقبرة بسياخهم كنت أفكر أنه الناس كمان تستمر بزيارة الأسرة يعني كمان على مستوى اجتماعي وعلى مستوى مجتمع معروف أنه هذا الجروح مفتوح أو أنه هدولة الجماعة في حالة بيت عزاء مفتوح أو بيت مواساة مفتوح لحد ما يدفنوا ابنهم بهذا الشكل صحيح يعني إحنا مثلا بيوم العيد مثلا إحنا بنروح على الصلاة العيد وبنروح على نزور عائلاتنا القريبة بنسلم عليهم لا في معظم الكرة اللي فيها حالة احتجاز الناس بتطلع من صلاة العيد بتروح على بيت الشهيد المحتجز لا يسلموا على أهلهم لا يكونوا جنبهم في كثير حالات يعني بيكون آه أنه البيت مفتوح والناس بتروح وبتيجي وبتواسي وبتسأل شو صار في القضية وحتى أبعد من هيك أحمد يعني أنا بدي أذكر لك بعض الحالات اللي عائلات الشهداء فتحت كبور عند تلقي نبأ الاستشهاد مثلا الشهيد عبد الحميد أبو سرور من مخيم عيدة الشهيد محمد روحي حماد من سلواد مثلا بروحوا على المكبرة كأي حالة وفاة طبيعية استشهد بروحوا بحفروا القبر وبيجهزوا وبستنوا وعبد الحميد أبو سرور عم بستنوا والقبر مفتوح من الـ 2016 حتى هذه اللحظة القبر مفتوح وموجود والأم ست أزهار أبو سرور بتزور هذا القبر بشكل دائم فالجروح مفتوح طالما فيه احتجاز في جروح مفتوح أحد أمهاد الشهدة قيالة تاني أنه أنا بحس أنه احتجاز ابني هو زي الجروح اللي في الإيد مش قادر يتسكر هو بظل مفتوح وبظل يوجع ومش رح يتسكر يعني إلا بتسليم ابني وتشيعه وأنه أدفنه وأكرمه وأشيله وأنه أخذ عزاء في هذه اللحظة هذا الجروح بيلتأم وخلص بصير يطيب شوي شوي أحسين بسياق الحروب الحروب إذا بنطلع شوي بس من ناحية أهل الشهداء ونروح باتجاه الاحتلال أكتر بالحرب وأجراءات الحرب دائما في فكرة اللي هو مش بس أنك تقتل أنت الخصم طبعك أنك تمنع تخليده وأنك فعليا تخلي قتله هو إشي أثر دائم مفتوح يعني حتى بظن بالثقافات الشعبية لما حدا بده ياخد طار حدا بقوله بخفيك يعني أظن حاضرة بفكرة أنه مش بس بقتلك بخفيك بخليش لإلك محل بخليش لإلك شاهد أو كذا بسياق الحرب عند الاحتلال فيه شغلتين الجانب اللي أنت بلشت فيه واللي كنا نحكي فيه قبل شوي اللي هو أنك تخلي الأثر العقوبة للأهل مستمرة ودائمة واللي ممكن يكون رادع لناس تاني مثل ما هدم البيوت هو رادع كمان بمكان تاني لأنه هدم بيوت الأهالي الشهداء وبالمكان تاني كمان فيه قضية اللي هو منع تخليد هدولا الشهداء لأنه بظن حتى الاستمرار القصة لما حالات التسليم اللي كانت بتصير بالقدس الاشتراطات اللي كانت بتكون عليها بتأكد فكرة منع التخليد ممكن تحكي لي كمان أكتر على إذا بنا نحط حالنا بأرضية الاحتلال بكيف بفكروا كيف بتعاملوا معنا نحكي أكتر عنها كإجراء عقابي كيف بنفدوه كيف بفكروا فيه كيف بتصرفوا فيه شوف أحمد قضية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين هي مش وليدة الاحتلال الإسرائيلي بالمناسبة إذا بدنا نحكي عن تاريخ قضية احتجاز جثامين الشهداء فهي بلشت من انتداب البريطاني وحتى استناد القوانين الإسرائيلية في موضوع احتجاز جثامين الشهداء هي بترجع على قانون الطوارئ البريطاني 1945 وبتحديد المادة 3 على 133 أول حال التنكيل بجثامين شهداء فلسطينيين ودفنهم بعيدا عن عائلاتهم بإطار العقوبة هي كانت لشهداء الثلاثاء الحمراء اللي تم إعدامهم في سجن عكا المركزي واللي كلنا بنعرف هاي القصة الشهداء الثلاث محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا تم دفنهم في سجن عكا المركزي بعيدا عن عائلاتهم فهاي كانت تقريبا أول حالة تنكيل بجثامين شهداء فلسطينيين ودفنهم بعيدا عن عائلاتهم واتطورت الحالة في الاحتلال الإسرائيلي للدفن في مكابر الأرقام في ظروف للأسف غير إنسانية يعني إحنا بنحكي عن عدد من المكابر اللي معروفة تقريبا سبع مكابر منتشرة في فلسطين جزء منهم بمناطق 48 وجزء مناطق في الضفة الغربية بتم دفنهم على مسافة على سمك قريبة من سطح الأرض وهذا عرض لجزء من أجساد الشهداء للظهور مع سيلان المياه في الأمطار يعني أحد المواطنين في قرية الجفت لك مثلا تحدث لنا أنه خلال موسم الشتاء وصل لمنطقة جسر آدم اللي هي هناك فيه مكبرة للشهداء المحتجزين اللي بعد المطر شاف أنه فيه جزء من أجساد الشهداء خرجت من الأرض واللي موجودة في الأرض واللي هو عمل قبر ودفنهم بطريقة يعني ما بيعرف لمن هذول أو كيف ممكن يتم التعامل معهم كمان الحيوانات الجارحة والحيوانات المفترسة اللي ممكن توصل لأجساد الشهداء في بعض المقابر لأنه هي مدفونة على سمك قريب من الأرض فهذه ظروف احتجاز غير إنسانية وغير صحيحة وكمان بيذهب لأنه كأداة عقابية للأهالي والشعب الفلسطيني ككل يعني بالأساس كان احتجاز جثامين الشهداء لاستخدامهم كأوراق ضغط مساوة للفلسطينيين في صفقات التبادل خاصة ولكن الموضوع انسحب على كثير يعني في بعض الشهداء محتجزين يعني أقدم الحالات الموثقة لدينا من 1967 مثلا فاحتجاز جثامين الشهداء هي نقدر نحكي جريمة مركبة يعني منع العائلات من التشييع حرمان العائلات من الوداع الأخير للشهداء كمان إخفاء الحقائق إحنا إذا بدنا اليوم لأي قضية شهيد بدنا نروح للمحاكم وبدنا نقاضي الاحتلال في قضية استشهاد ابنهم أو إعدامه إحنا مش راح نقدر لأنه الشهيد مش موجود عندنا إنت كيف بدك تبني قضية للمحاكم وإنت ما عندكش تقرير تشريح ما عندكش جثة جثمان للشهيد فهذا جزء منه إخفاء لجرائم الاحتلال وإبعادها عن المنظومة القضائية الدولية يعني اليوم أي ملف قضائي بده ينشغل صح أساسه أنه يكون فيه تشريح وفيه جثمان عشان نشوف ظروف الاستشهاد ظروف القتل إطلاق النار من وين هاي الأشياء هاي الأشياء الاحتلال منعها لأنه الجثمان عنده وبعض الشهداء بتم تسليمهم يعني شهداء مكابر الأرقام بتم تسليمهم عبارة عن رفات يعني عبارة عن شوية تراب شوية معظام فبيكون صعب جدا تحليل هاي الرفات ومعرفة شو اللي صار مع الشهيد كمان الأمور سحبت أكثر من هيك أحمد وخاصة في في مدينة الكدس ومناطق الثمانية واربعين المناطق المحتلة في عام ثمانية واربعين بوضع شروط قاسية على العائلات يعني أنا بدي أذكر لك آخر حالة شهيد كان هو من مدينة جنين ولكن ولدته من الداخل فكان أحد شروط الاحتلال أنه ما يتم دفنه في مدينة جنين ويتم دفنه في الداخل في الأراضي المحتلة عام ثمانية واربعين وضعت شروط الاحتلال على تسليم جثمانه منها دفع كفالة خمسة واربعين ألف شيكل على لا يتم تسليمه الدفن بعدد خمسة وعشرين شخص فقط والخمسة وعشرين شخص هذولا لازم يتم موافقة المخابرات الإسرائيلية عليهم يعني ممكن إذا العائلة ارتأت أنه إحنا بدنا فلان يكون في الجنازة والمخابرات عندها اعتراض عليه خلص ممنوع يحضر الجنازة بغض النظر شو كان القريب للشهيد كذلك الدفن ليلا في حالة الشهيد اللي بحكي لك عنه كان في منع للعائلة من إخبار الإعلام أنه سيتم تسليم الشهيد يعني الإعلام وإحنا عرفنا طبعا إحنا كنا بنعرف قبل أنه فيه رح يستم تسليم ولكن ساعة التسليم مش رح نعرفها ويوم التسليم الإعلام والكل عرف أنه الشهيد تسلم صباحا بعد ما تسلم وتشيع واندفن والعائلة روحت بعديها الإعلام عرفوا وخبروا لأنه كان أحد شروط الاحتلال إنه ما يتم إخبار الإعلام وين اندفن حسين؟ في جديدة المكر في جديدة المكر اللي هو الشهيد محمد سعيد التركمان هي بلد والده للشهيد وهو كان يعني بيحمل الجنسية الإسرائيلية كونه والده من الأراضي المحتلة في حالة شهيدة من الكدس يعني نفس الظروف ولكن كان في إضافة جديدة من الأدوات العقابية وأدوات المراقبة لتشهيع جثمان الشهيد تم وضع أساور على إيدين المشيعين الخمسة وعشرين اللي دخلوا المقبرة عشان يتم تعريفهم وعشان يكونوا معروفين إنه الخمسة وعشرين هم حاملين إسوارة نعرفش هالإسوارة فيها قطعة إلكترونية كانت بتحدد موقعهم ولا هي بس لتفريق الخمسة وعشرين طبعاً وكانت هذه الحالة مراكبة بالطيرات وبالشرطة وبكل إشي فكان يعني ظروف كثير صعبة على العائلات وطبعاً الكفالة المالية بتكون لعدم اختراق أي الكواعد أو الشروط اللي موجودة يعني في حال إنه مثلاً صار مظاهرة أو صار أي مواجهات أو اشتباكات بعد الجنازة هاي الكفالة ممكن تروح على العائلة لأنه هم حطينها ليكون جزء من الردع للعائلة ولضمان تنفيذ الشروط وطبعاً بنعرف إنه هاي الشروط بالأساس والتعقيدات بتكون بمنطقتين الكدس والـ 48 بتضفها قليلة جداً لأنه أقل قدرة الاحتلال على السيطرة على الكرة والمدن الفلسطينية مش زي المناطق المحتلة عام 48 ومدينة الكدس فيعني هاي جزء منها طبعاً الجزء الأكبر كان بسبب إنه ليش الاحتلال بيعمل هيك لأنه نعرف جنازات الشهداء بتكون عبارة عن مظاهرات وطنية كبيرة جداً فالاحتلال كان ما بدوا هاي المظاهرات تكون بمناطق الـ 48 ومناطق الكدس بدوش ألاف الناس يطلعوا في تشييع جثمان شهيد يحملوا الإعلامة الفلسطينية والهتفات الفلسطينية فكان هذا الشروط فقط يعني لمنع هذه المظاهر أنه تكون بمناطق الكدس ومناطق الـ 48 وكمان أحمد يعني فيه دائماً هاجس لدى العائلات الفلسطينية وإحنا بنعرف هو موضوع حساس شوي ولكن هو دائماً موجود للعائلات وهو سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء وللاحتلال يعني كمان في موضوع الاحتجاز هو بيخفي هاي الجريمة إن كانت موجودة يعني الشهداء اللي يستشهدوا في 2001 و2002 و2003 أو قبل هيك إحنا لما استرجعناهم في 2012 كانوا عبارة عن رفات فإنت فعلياً طبياً ما بتقدر تحدد وما بتقدر يعني تتأكد إنه فعلياً صار سرقة أعضاء للشهداء هذول هل تم تمثيل بجثامينهم أو لا؟ وهذا يعني زاد الشكوك لدى العائلات بتصريحات سابقة لمدير المعهد الطب العدلي أبو كبير اللي هو مكان ما بيتم احتجاز جثامين الشهداء إنه حكى إنه إحنا لدينا يعني أكبر مخزون في العالم من الجلد البشري وكمان القرنيات العيون وعند السؤال من مين أخدتهم فحكى إنه من الجثامين القتلة وكان يعني جواب فطفاض وكمان حكى عن يعني أكثر من هيك حكى عن إهداء بعض الجثامين لمراكز الطب والجامعات والمعاهد ليكونوا يعني حقل تجارب في المعاهد الطبية فهذا هاجس ووجع للعائلات دائما موجود ويعني متكرر للعائلات وكمان من العقاب اللي إحنا بنشوفها لدى العائلات هو موضوع عدم معرفة مصير الشهيد يعني في كثير حالات من استشهاد الشهداء اللي ما بيتم السماح للعائلة برؤية الشهيد ولا معاينة الجثمان يعني خلاص بيتم استشهاد الشاب بيأخذوه لمعهد أبو كبير لا بيتم زيارته من العائلة يتأكدوا إنه أو لا فهذا كمان بتظل هاجس لدى العائلات إنه ابن استشهد ابن الستاتو حي ابن ممكن تصاوب وأسعفوه وأخذوه على السجن وعزز هاي النظريات بعض الإشكاليات اللي صارت في حالات شهداء مثلا شهداء مخيم الجلازون شهداء مخيم عقبة جبر اللي أعلنوا فيها اسم شهيد واسم مصاب ولكن في لحظة معينة الأم بتروح على المستشفى علشان تتأكد وتتزور ابنها بتلاكي إنه ابنها اللي مستشهد وصديقه اللي كان مصاب طلع مستشهد فكان صدمة للعائلات يعني أم الشهيد اللي من مخيم عقبة جبر كان ابنها مصاب تخيل الوجع والألم الإنسان اللي مرت في هاي الأم كان ابنها مفترض إنه وأعلنت الاحتلال إنه مصاب وموجود في المستشفى وبحاجة لإجراء عملية جراحية خطيرة جدا ولكن هاي العملية بدها موافقة من العائلة فكانت الأم رايحة علشان تعطي الموافقة ليتم إجراء هاي العملية للشهيد ولكن لما وصلت للغرفة المصاب اكتشفت إنه مش ابنها اللي موجود واللي موجود هو ابن جيرانهم المصاب واكتشفت إنه لحظتها إن ابنها شهيد فكم من الألم والمشاعر اللي مرت فيها هاي الأم يعني يعادل أضعاف أضعاف شو بنشاف فكثير من الأدوات اللي الاحتلال بعاقبنا فيها بعاقب عائلات الشهدة فيها بس من قضية احتجاز جثة من الشهدة ولنحكي كثير يعني في هذا الملف يعني راح ناخد ساعات طويلة جدا لأنه عن جد في بعض الحالات اللي عن جد مؤلمة جدا في هاي القضية طب بدي أكمل من النقط اللي انت بتحكي فيها على كيف أشكال عودة الجثمان عشان أقدر أفهم أكتر حجم الانتهاك اللي بصير حتى بالميت وأنا بفكر إنه في حالة انتقام هون أكثر من الجثمان بحد ذاته لأنه انت قاعد بتحكي وفي حالة يعني لما كنت في مخيم جنين آخر شيء بوثق مع عبدالإله جرار أبو محمد اللي هو أبو نور جرار صحيح صحيح ابن محتجز كما فالمشهد لإلي يعني مش إنك أنت تحكي إنه في مشهد في حالة انتقاء لشهيد ما عشان ياخدوه بقدر ما إنه في حالة عقاب جماعي أكتر أنا هيكسرت أشوفها لأنه في جب موجود كان مشتبك مع مجموعة من المقاتلين قتلوا اثنين سحبوا واحد منهم فلاقي لي هون يعني كنت حتى بفكر إنه في حالة انتقاء بتصير لمين نأخد ومين ما نأخد أو مين نحتجز ومين ما نحتجز أو فكرة طول الوقت مجرد إنك أنت تضلك تحتجز هو بعمل راضع قاعد عند الأهالي ككل وعند المقاتلين ككل وحالة حتى هاي التضامن أو التعاطف اللي موجودة عند الأسر والأهل ممكن تردع الشباب لقداما إنه جرح أهليه مثقيل يعني هيك بس ساعدني كمان أبني أكتر معك حسين بقضية حجم الانتهاكات اللي بصير للجثمين خاصة بالمشهد اللي مؤخرا بنحكى عنه كتير بقضية التلج يعني يمكن إنه إنت ترجع رفات بصندوق على الأقل ممكن تتخيل إنه هيك الطبيعة البشرية إنه ممكن اندفن تحت الأرض فصار فيه رفات فتحلل الجسم ما تحلل الجسم وكل هذا الحديث بس فيه جانب تاني منه اللي يعني الأصعب والأقصى اللي هو قضية قضية مكعبات الثلجة اللي بتأتيجي فممكن تحطني أكتر بصورة هذا الملف طيب أحمد يعني هون إحنا بنحكي عن احتجاز جثمين الشهداء في ثلجات معهد أبو كبير لما نحكي عن ثلجات إحنا بنحكي عن ثلجات بتوصل درجة حرارتها لـ 40 و50 تحت الصفر فحالات استشهاد الجثمين وتم احتجازها في هاي الظروف بتطلع لنا يعني وأنا شهدت جزء من تسليم جثمين الشهداء كانت عبارة عن قوالب ثلج بالمعنى الحرفي قوالب ثلج وأنا بدي أذكر لك بعض الحالات عشان نكون أقرب للواقع وأقرب للشعور في كيف عن جد بتطلع يعني حالة الشهيدة ما يعفانة مثلا ما يعفانة هي دكتورة من بلدة أبو ديس استشهدت في كرب بلدة حزمة وكان فيه قرار باحتجاز جثمينها وإحنا اتبعنا مع العائلة وبلشنا إجراءات ومحاكم في محكمة العدل الولية الإسرائيلية لو صلنا في النهاية لقرار أو بتسليم جثمانها تم أخذ القرار وإنه الاحتلال بده يسلم جثمانها بعد 14 شهر من الاحتجاز يعني بنحكي عن سنة وشهرين فكان في لحظة التسليم كان من المفترض أو كان من شروط التسليم إنه الاحتلال يخرج جثمان الشهيدة ما يعفانة من الثلاجات اللي بنحكي عنها لثلاجات المستشفيات الطبيعية اللي هي أي حالة وفاة بتم وضع الجثمان فيها ولكن هذا الحكي ما صار والشهيدة ما يعفانة عندها طفلة اسمها سلاف يعني سنوات الأربع خمس سنوات أو ست سنوات كانت في لحظة التسليم ماهتم إخراج جثمان الشهيدة وفي لحظة الإخراج يعني كان الجثمان عبارة عن قالب ثلجي بالمعنى الحرفي ولما زوج الشهيدة شاف شكل الشهيدة وكانت سلافة بتنتظر هاي اللحظة من 14 شهر لحظة إنه تشوف إمها وتلك نظرة الوداع عليها تعطيها كبلة الوداع على جبينها وفي آخر مشهد قبل دفنها وهذا اللي بصير في الحياة الطبيعية في حالة الدفن إنه الوداع الأخير الكلمات الأخيرة اللي ممكن تحكيها سلاف لإمها في لحظة الوداع في لحظة الجلوس يعني بجانب الجسد واللي كلنا بنشوف هاي اللحظات في الوضع الطبيعي زوج الشهيدة لما شاف هذا المنظر يعني حرم بنته للأسف من الوداع الأخير لإمها بسبب المشهد الغير إنساني واللي صعب الإنسان يتصور لجسد الشهيدة ويعني حرمها من لحظة الوداع لإنه ما بدا تشوف إمها بهذا الشكل وفضل إنه تشوف إمها النشيطة والمبتسمة في صورها وفي حياتها إنه هاي الصورة ظل موجودة عندها وما تكون اللحظة الأخيرة والصورة الأخيرة لسلاف إنها تشوف إمها بسقيع الثلاجات بتجمد الكامل للجسد يعني هاي وحدة من الحالات اللي إحنا بنحكي عنها الحرمان من الوداع بسبب الجليد بسبب الثلج المتراكم من ثلاجات الاحتلال في حالة طفل ثاني آخر من مدينة بيت لحم الاحتلال قرر إنه يتم تسليم جثمان الشهيد في لحظة التسليم بتعرف بيكون في تنسيق على لحظة التسليم ويجيبوا الإسعاف وينكل الجثمان من إسعاف لإسعاف وبيكون حاضر يعني حدا من أقرباء الشهيد بيجي الإسعاف الإسرائيلي بيكون والد الشهيد موجود بيتم فتح الإسعاف فتح الكيس اللي موجود فيه الجثمان بتفاجأ إنه الجثمان اللي موجود هو مش جثمان ابنه الشهيد الطفل طفل 14-13 سنة والجثمان اللي موجود هو عبارة عن جثمان مثلج مكتوب عليه مجهول الهوية بتدارك اللحظة والد الشهيد بلحظة كوة إنه هذا مش ابنه ولكنه أنا بدي أصور هذا هذا الشكل هذا الجثمان لنشوف مين هذا الشهيد وطبعا بتعرف بعد تواصل مع العائلات ونقدر نشوف هذا الجثمان تبين إنه لجثمان الشهيد رامي من رمالله شهيد من رمالله من دار كعد ومحتجز كمان وتخيل إنه الأهل الشهيد شافوا الصورة وكان خارج من الثلاجات ويعني مع إيديان فلسطينية والد الشهيد الثاني ولكن الاحتلال رجع الإسعاف ورجع الشهيد هذا اللي كان طالع من الثلاجات رجع على الثلاجات ليستبدل في شهيد آخر هون إحنا بنحكي عن ظروف الاحتجاز الغير إنسانية إنه حتى مع إنه الشهيد معروف وفي مراسلات وفي محكمة عليا فيه تخيل يعني الشهيد اللي بنحكي لك عنه كان في مراسلات في محكمة العبد العلية الإسرائيلية وكاتبين عليه مجهول الهوية وبيجيبوه بدل جثمان آخر فكانت اللحظة صادمة ولما رجع الشهيد الآخر اللي هو الطفل هون استلمتوا العائلة والأب الشهيد كان يعني مصر إنه يتم تشريح الجثمان عشان بده يرفع قضية في إعدام ابنه الشهيد الطفل فنقلوا للثلاجات الفلسطينية للثلاجات المستشفيات الفلسطينية وأحمد هون لحكي لك إنه الفترة اللي كعدها جثمان الطفل في الثلاجات الفلسطينية ليرجع الجسد للحالة الطبيعية اللي بيقدروا الأطباء يشرحوه قعد أسبوع كامل في المستشفى لأن الثلاج ذاب عنه وقدروا الأطباء يعني يرجع لحالة الجسد الطبيعية اللي كدروا الأطباء يتم تشريح هذا الجثمان وإصدار تقرير للتشريح أسبوع كامل على بين ما جليد ثلاجات الاحتلال وسقيع حيذوب عن جسد الطفل أمجد أبو سلطان لا يقدر الأطباء يشرحوه ويكون في تقرير طبي أسبوع كامل العائلة انتظرت عبين ما يذوب الثلاجات وتم تشييع ابنها وهاي صارت حالة كمان في مدينة سلفيت من بلدة بديا كمان العائلة انتظرت لا يذوب الثلاج عن جسد الشهيد علشان يقدروا يشرحوه ويتعاملوا مع الأطباء يعني هاي بيعطيك كمي الجسد بيخرج في حالة صعبة جدا في حالة سقيع جدا أمهات الشهداء بنعرف بعض أمهات الشهداء اللي بتحكي لك أنه أنا لما أروح على الفريزر في البيت الثلاجة لما أفتح الفريزر بتذكر الوجع اللي بعيش في ابني وأنا بتذكر وصار عندي موضوع صعب أفتح الثلاجة وأشوف سقيع الثلاجة لأنه ابني بيعاني من هاي الظروف القاسية في الاحتجاز بحسن حكينا كثير على قضية الثلاجات بس كمان قبلها كنا نحكي على شكل دفن آخر أو شكل تعاطي آخر مع الجثمان امت صارت قصة الثلاجات؟ ليش صارت؟ وكيف بقدر أفرق بين؟ يعني في مؤشر ممكن إذا شهيد محطوط بالثلاجات غير شهيد محطوط مدفون أو أم تبلشت المرحلة الثانية اللي هي قضية الثلاجات اللي بنحكي عنها اليوم؟ يعني هي احتجاز الجثامين في الثلاجات مش إشي جديد ولكن يعني مع عودة سياسة الاحتجاز في العام 2015 في أكتبر 2015 كان معظم جثامين الشهداء اللي بتم احتجازهم بتم وضعهم في الثلاجات هناك يعني بعض الحالات على الأقل أربع حالات اللي إحنا والعائلات تبلغت أنه تم نقلها للمقابر من هؤلاء الشهداء ولكن بالأساس بتم احتجازهم في الثلاجات فيش معايير صراحة أحمد يعني فيش معيار الاحتلال ما خضع حالة الشهيد للمعيار أنه هذا الشهيد يندفن أو هذا الشهيد يعني يتم دفنه في المقابر أو يبقى في الثلاجات يعني أقدم شهيد أو أكثر شهيد يعني كعد بالثلاجات اللي هو الشهيد سفيان الخواجة تقريبا سنتين ونص من الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال وبعد ذلك تم تشيع جثمان الشهيد وتم تحريب جثمان الشهيد من ثلاجات الاحتلال يعني فيش معايير زي ما حكيت لك القصد اللي بتكلية أنه بقدر أقول من 2015 من لما رجعت عقوبة احتجاز الجثمين راحت كلها باتجاه الثلاجات هيك عم تحكي لي صحيح صحيح من 2015 بالمعظم يعني معظم الشهداء احنا بنحكي تقريبا من 2015 لليوم تم احتجاز تقريبا ثلاثمائة وسبعين ثلاثمائة وثمانين جثمان الشهيد يعني الكل بالثلاجات معادة أربع شهداء اللي احنا متأكدين أنه تم ناكل للمقابر والاحتجاز يعني بتراوح ما بين أيام قليلة لسنتين ونص وفي شهيد عبد الحميد أو سرور اللي محتجز يعني تم ناكل للمقابر في الفترة الماضية يعني بمتد يعني اللي اتحرروا من جثمين الشهداء من الثلاجات أكثر واحد كان سوفيان الخواجة سنتين ونص من الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال والثلاجات معهد أبو كبير اللي موجود بين الكدس ويافة طب في جانب آخر من العقوبة واللي هو قضية التعاطم على الجثمان نفسه يعني احنا في حالة شهيد يدفن من غير غسيل يدفن في ملابسه وجزء كمان من كرمات الشهداء يعني أنه بتم دفنه كما هو لأنه بضل جسده كما هو لا يتحلل وكذا والبعض بتعرف كانوا بيحكوا كل فترة وفترة أنه يعني في رائحة خاصة وكذا ففي بعض الكرمات أو بعض خليني أحكي التفاصيل اللي موجودة في ديننا وبثقافتنا الشعبية اللي بتتعاطم على الشهداء وهذه بتساعد الأهالي اللي بصير فعليا بقضية الجثمان غير قضية أنك أنت عم بتخلي قبر مفتوح أو جرح مفتوح فيه كمان انتهاك لجثمان بحد ذاته كيف بعرف فممكن تحكي لي تفاصيل عن شكل الانتهاك أصلاً لفكرة الجثمان اللي بصير اليوم يعني شكل التعاطي مع تحويله لقالب ثلج كيف بيكون أصلاً بتستقبلوه بس بكون كما هو بتم تعاطي معه ما قبل ما ينحط بالثلج حكيت لي عن شكوك تتعلق بتجارة الأعضاء كان في لإلها شواهد ولا مجرد شكوك لأنه احنا ما عنا ثقة بالاحتلال بس كل الانتهاكات اللي ممكن تكون في حالة جثمان بحد ذاته ممكن تحطني بصورتها لو سماحت يعني فعلياً أحمد مختلف تماماً كيف يعني لما يستشهد شابه ويتم دفنه بنفس اليوم أو بنفس اللحظة حتى فالاحتجاز في الثلجات أو في المقابر الشهيد بيخرج مرات بظروف مختلفة عن كيف الشهيد العادي فبعض العائلات اللي بتم تشيعه كيف ما هو يعني بتم إخراجه من الثلجات وبتم دفنه بغض النظر أنه هل عاد جسده للوضعية الطبيعية أو لا يعني جزء من الجثامين الشهداء اندفنوا وهما عبارة عن قالب ثلج يعني وحتى ممكن إذا كان في حركة في قالب ثلج أنت ما بتشوف في الجواء صح؟ هيك عم بتحكيني؟ صحيح يعني مثلاً أبو أمجد أبو سلطان صور صورة لابنه الشهيد وهو قالب ثلج وعن جد الثلج كان على وجهه يعني الثلج كان على وجهه وكان يعني العائلة بتحكي أنه من الألم أن نحن نشوف هذه الصورة يعني مع أنه العائلة اللي صورتها ولكن الأب بعد ما يعني اكتشف وشاف الحالة أنه صار هو يحمل الصورة صار يحمل الصورة في المظاهرات وفي الوقفات اللي هي عن جفامين الشهداء صار يحمل صورة ابنه اللي بثلج بالسقيع على وجهه والثلج يمبين على وجهه وكان أنه هذه الصورة لازم توصل لكل العالم ليشوف كيف أولادنا بطلعوا من الثلجات أنا كنت يعني بتألم لما أشوف هاي الصورة منشورة أو موجودة في مكان ما لا بس اليوم أنا بدي أنشرها وبدي أحملها وينما كان عشان العالم يشوفوا كيف أولادنا بيطلعوا من الثلجات يعني السوفيان الخواجة بعد سنتين ونص من الاحتجاز أنا كنت بلحظة التسليم بالمستشفى طبعا بتم إدخاله للمستشفيات الفلسطينية الشهيد وإجراء بعض الصور الطبية وصور الطبقية لا يتأكدوا أنه ما في سرقة أعضاء أو ما في أي تشويه في الجسد وطبعا هي شكوك لدى العائلات عن موضوع سرقة الأعضاء إحنا ما في عنا أي حالة موثقة بالمعنى الحرفي في هذه القضية ولكن شكوك والأكثر الشكوك على الشهداء في مقابر الأرقام لأن الشهداء اللي بتم تحريرهم من الثلجات بالمجمل بتم إخراجهم وتدخيلهم للمستشفيات الفلسطينية وإجراء الصور الطبية اللازمة لا يتأكدوا من هاي الأمور سوفيان الخواجة يعني بعد سنتين ونص خرج بنفس الشكل اللي كان موجود الاستشهد فيه لأنه درجة التبريد والثلجات الإسرائيلية بتحفظ الجسد في ظروف يعني في لحظة الاستشهاد فوالد الشهيد أنا كنت بجانب وكال أنه أنا شفت ابني زي كأنه لحظة ما طلع من البيت طبعا في بعض الاختلافات لأنه الثلج يعني كمان الجلد البشري والجسد البشري مش كثير بظل حي زي كأنه مع الثلجات ومع السقيع ولكن يعني الشهيد بتعامل يعني بمختلف لأنه بدخل على المستشفى بتم تصويره ممكن تجهيزه بالعالم الفلسطيني وإشي زي هيك ولهذا مرات ما بصير في الشهداء العاديين الشهداء العاديين مرات ممكن زي ما هو بلبسه ببوته بأوعيه بدمه بندفن الشهداء المحتجزة جثامين هم لا لأنه في لحظة الاستشهاد والاحتجاز الاحتلال بتعامل معهم بشكل غير إنساني يعني لما يستشهد الشاب بتم تعريته من كافة الملابس من الحذاء وبتم وضعه في كيس أسود اللي هو خاص بالجثامين فحين الإفراج عنه بيكون بهذا الشكل فبتم إدخاله للمستشفيات الفلسطينية وتجهيزه لا يكون وتكفين ولا يكون لائك في لحظة الدفن وبحكي لك أحمد يعني جزء من جثامين الشهداء اللي في لحظة التبريد أو لحظة وضعه بثلجات الاحتلال كان ممكن الإيد معمولة بحركة معينة أو مرفوعة أو الرجل مرفوعة وخرج بهذا الشكل لأنه عبارة عن قالب ثلج خرج يعني ممكن أن يكون الإيد رافعة لأنه قالب ثلج أنت تتخيل كده الإشي مؤلي وكدهش موجع للعائلة لأنه لأنه بهاي الطريقة مثلج فخرج بنفس الشكل وحين دفنه ممكن كان بنفس الوضعية اللي كانت اللي تم وضعه فيها في الثلجات فالموضوع يعني جدا مؤلم للعائلات وحتى يعني طريقة الوداع مؤلمة أكثر بشكل كبير لأنه أنت لما تودع شهيد بنفس اللحظة هو بكون الوجه اللي إحنا معروف إلنا وجه اللي ضاحك المبتسم الشكل اللي إحنا بنعرفه للشهيد بشكلنا يومي بحياتنا اليومية ولكن لما العائلة تودع شهيدها اللي كان محتجز في ثلجات الاحتلال هذا ألم مضاعف ويعني غصة لدى العائلة أن تشوف ابنها بهاي الطريقة وبهاي الشكل الأخير قبل الدفن فالألم مضاعف يعني وسلاف بنت ميعفانا ما ودعتها بهذه اللحظة ولكن عائلات كثيرة ودعت أبنائها وبناتها بهذا المشهد المؤلم واللي راح يظل محفور بذاكرتهم لأمد طويل جدا وما يكون الصورة الحلوة للشهيد أو للشهيدة موجودة في ذاكرتهم أم تحكي شهيد وشهيدة في أرقام من شهداء الثلاجات كم شهيد وكم شهيدة أو نسب؟ يعني اللي اليوم موجود أحمد إذا بنا نحكي من الألفين أو بالمجمل إحنا بنحكي عن 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام بنحكي عن 142 المحتجزين من 2015 لليوم اللي معظمهم في الثلاجات إحنا بنحكي عن 5 شهيدات منهم 5 شهيدات محتجزات ما بين الثلاجات وما بين المقابر إحنا بنحكي عن 14 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما محتجزين بنحكي عن 11 أسير 11 أسير اللي كانوا بسجون الاحتلال وجزء منهم قضى سنوات طويلة في الأسر واستشهد وللأسف بعد الاستشهاد والأسر احتجاز يعني الشهيد سامي لعمور من قطاع غزة مكعد بالسجون للإسرائيلية 26 سنة 26 سنة أسير ومن لحظة استشهاده قبل ثلاثة أعوام لليوم هو أسير الثلاجات أسير الاحتجاز في ثلاجات الاحتلال فهي الإحصائيات اللي موجودة إلنا كحملة وطنية إحنا لما بلشت الحملة بالتأسيس بالعام 2008 وكان يعني طبعا الحملة تأسست بمبادرة من عائلات الشهداء يعني ما كانش في حدا لي وخلص أنه أنا بدي أعمل حملة لا استرداد لا في عائلة شهيد اللي هو شهيد مشهور العروري اللي توجهت للمركز عنا أنه إحنا ابننا محتجز واعتبروه زي القضايا اللي بتشتغلوا فيها يعني قضية مصادرة للجثمان وبدنا نشتغل في هاي الملف وفعليا آه تعالوا نشتغل وبالبداية كان الملف صعيب للشغل يعني كيف بيحدثون الزملاء لأنه هذا الملف ما كانش مطروح وما كانش يعني حدا يشتغل فيه قبل هيك فعند البداية في العمل كان في صعوبات كثيرة للحملة وكان في إعلانات بالجرائد وبالصحف عشان أنه اللي عنده حالة احتجاز جثمين شوهداء إحنا بنوثق الحالة وبننا نشتغل عليها بشكل قانوني كان في زيارات يعني للأسف كان في توجه للمنظمات الفلسطينية أنه أعطونا أسماء الشهداء اللي استشهدوا من خلال عملياتكم وما تم استرداد جثمينهم كان يعني بعض في فقدان للإرشيف وكان في فقدان لهذه المعلومات حسين دي أسألك أنت الاحتلال ما بيوفر أي فرصة كمان للعقاب أو حتى الاستثمار بتناقضات أو التفاصيل اجتماعية أو شعبية شفت أنا دراسة فعلياً لسهاد الظاهر ما تحكي عن سهاد الظاهر الناشف تحكي عن قضية شهداء الثلاجات وكمان بتحكي عن خصوصية في التعامل مع الشهدات شهدات الثلاجات يعني كمان في فكرة أنه في شهداء الثلاجات كلهم بنحطوا بقوالب وهيك بس كمان في فكرة الاستثمار أكثر بفكرة الثقافة الشعبية بالتعاطي مع جسد المرأة أكثر أو جسد الشهدات أكثر مش ذاكر كتير التفاصيل بس بتذكر بما يكفي أنه كان في خصوصية من اللحظة الاستثمار أو شكل العقوبة بيكون مختلف هون باللحظة اللي بتم احتجازة جوثمان بعدين تبريده وبعدين تسليمه وبالتعاطي معه في خصصية أنت بتشوفها من خلال شغلك لهذا الموضوع وعم تحكي أنت على الشهيدة مائعة ثانية كمان يعني قبل شوي يعني فعليا الاحتلال بيعامل كل الشهدات بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الانتماء بنفس الظروف تقريبا ولكن يعني بموضوع تسليم الجثامين الشهدات بتحس أقل شوي في موضوع الشهدات يعني إحنا من الـ 2015 إلى اليوم في عدد من الشهدات اللي تم احتجازها ولكن تم تسليمها يعني اليوم إحنا عنا من الـ 2015 لليوم في شهيدة وحيدة اللي باكية في الثلاجات وما تم تسليم جثمانها فالتعامل من الاحتلال يعني مختلف في موضوع الشهدات ومرات ممكن يعني بتساهل شوي يعني مش تساهل ولكن يعني بيعرف أنه ممكن الشهيدة ممكن يكون إلها تعامل مختلف كمجتمع فلسطيني فعلا هيك بيسلمها بطريقة أسرع شوي أو ما يتم احتجازها لفترات طويلة يعني أكثر فترة اللي هي الشهيدة ما يعفانا وتم تسليمها وبتذكرني أحمد في شهيدة ما يعفانا أنه إحنا من الـ 2015 إلى اليوم بتوجهنا لمحكمة العدل العلية الإسرائيلية ولا قرار إيجابي تم أخذه يعني الاحتلال ما بيسمح أنه يكون فيه قرار إيجابي في ملف جثامين الشهداء في قضية ما يعفانا إحنا كنا متوجهين عبر محامين الحملة لمحكمة العدل العلية الإسرائيلية وكان فيه يعني مرافعات وجلسات طويلة في الجلسة ما قبل الأخيرة القاضي عشان غريمك القاضي والجلاد واحد القاضي نصح النيابة الإسرائيلية بطريقة معينة أنه سلموا الجثمان الشهيدة قبل ما يكون فيه جلسة قادمة فحتى عشان ما يكونش فيه قرار إيجابي في قضية الشهيدة ما يعفانا أو يعني اللي راح تنسحب على كثير قضايا جثامين شهداء فالاحتلال يعني حتى القضاء أنه تخيل أنه قبل الجلسة الأخيرة اللي ممكن يكون فيها قرار نهائي أنه نصح النيابة الإسرائيلية أنه سلموا جثمان الشهيدة ما يعفانا عشان ما يكونش فيه قرار إيجابي وفعليا تم تسليمها قبل الجلسة الأخيرة وقبل قعد الجلسة الأخيرة وأن يكون فيه قرار نهائي في هاي القضية طيب إحنا أنت فتحت عن الموضوع القانوني وبظن هون فيه إشيه أنت بأكتر المحطة ذكرت ونوهت عليه أنه مثلا القانون أصلا بلش من قبل الاحتلال ففيه قانون طوارئ إنجليزي واحد اتنين فيه بأكتر من سياق حكيت أنه عشان ترفع قضية أنت بتحتاج تتعاطم على الجثمان تحتاج تحليله وتحتاج كذا وجزء من السياقات التقاضي أو اللجوء للمحاكم بنحكي عن اللجوء للمحاكم السلائلية غير أنه ممكن يكون فيه رجوء لمحاكم خارج فلسطين وخارج سياق الاحتلال بسياق أنه فيه جريمة أكبر عم بتكون كل هذه القوانين بنفع نجرب نشرحها أو توصلني لإلها لأنه كمان أنا مش فاهم فكرة أنه شو القانون اللي بيغطي يعني بمفهوم المحاكم الإسرائيلية ما بين قوسين شو القانون اللي بيغطي هاي الجريمة أو بنعرف كمان أنه بالآخر فيه مبرارات أمنية بتكون بتتجاوز قضية المحاكم بس بهذا السياق بدي أفهم هذه الشغلة وشغلة تانية كمان بقضية شكل المحاكمات أو الإجراءات القانونية اللي أنتوا جزء من معركتكم عم بتخضوها لمناهضة هاي الجريمة طيب شوف أحمد بالنسبة للوضع القانوني زي ما حكيت لك الاحتلال بيستند لقضية احتجاز جفا من الشهداء لقانون الطوارئ البريطاني واللي هو لوائح ثلاث على مية وثلاث ثلاثين واللي سحب ليخول قائد المنطقة أو ضابط المنطقة بحرية القرار إن كان في تسليم للجثمان أو دفنه في مكان معين قوانين إسرائيلية ما في قوانين اللي هي صادرة من الكنيسة ومصادقة عليها من الكنيسة لاحتجاز جثامين الشهداء اللي موجود هي قرارات كابينت إسرائيلي اللي هي بتجيز احتجاز جثامين الشهداء لاستخدامها في ظروف معينة كأوراق ضغط مساومة واللي هاي القرارات كانت بشكل تصاعد يعني القرار الأول كان مع استشهاد بهاء عليان واللي كان فيه قرار بعودة احتجاز جثامين الشهداء لاحقا كان فيه قرار كابينت إسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء اللي بنتمو لحركة حماس أو بيقوم بعمليات نوعية وهانا مصطلح عمليات نوعية هو مصطلح فضفاض اللي هي ممكن يسحب على كل الشهداء بعد بسنة كان فيه قرار كابينت إسرائيلي اللي هو باحتجاز كافة جثامين الشهداء الفلسطينيين بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفعل اللي قام به بشرط انه يكون حمل سلاح ناري أو أبيض واستخدم ضد المستوطنين أو جوند الاحتلال فاليوم أي شهيد بيستشهد إن كان بيحمل سلاح ناري أو أبيض بغض النظر قام بالفعل أو ما قامش بالفعل بس حمل السلاح هذا بندرج تحت قرارات الكابينت الإسرائيلي وبتم احتجاز جثمانة وكمان يعني هذه القوانين اللي الإسرائيليين حاولوا من خلال مثلا حزب الصهيونية الدينية لطرح قوانين بالكنيسة الإسرائيلي لا يكون في عليها مصادقة وأنه تكون فيه قانون كنيسة ولكن هذه الكراءات سقطت وما نجحت بالكنيسة الإسرائيلي لأنه الاحتلال ممكن يعرض حاله للمساءلة القانونية أنه فيه قانون اللي بيجهز احتجاز جثمان الشهداء اللي موجود قرارات لأنه لما إحنا نروح على المحاكم الدولية في احتجاز جثمان الشهداء بيحكي لك أنه لازم تستنفذ الإجراءات المحلية ويكون فيه قانون اللي بيجهز هذا وهذا الاحتلال يعني شاطر فيه أنه ما خلى فيه قانون وما فيه خلى استنفاذ للإجراءات لأنه إحنا بيحكي لك أنه إحنا بنحتجز جثمان الشهداء بشكل مؤقت ومش راح يكون احتجاز دائم وهذا بالأساس اللي بيستند عليه اللي هي قرارات الكابينت الإسرائيلي اللي هي 2017 و2018 بدي أضل بالمساحة القانونية حسين بس قبل شوائده ذكرت بسياق الحديث عن الجانب القانوني أنه ذوي شهيد فعليا تتوجهه وأخذوا قرار من العد العليا ولكن القرار ما تنفذ بدي هذا المرحلة اليوم إذا ذوي شهيد فعليا أو شهيدة بدهم يتوجهوا لا يوكلوا محامي أو محامي عشان يطرافوا عن القضيلة والمطارب باسترداد جثمانهم عشو بستندو يعني شو الإجراءات القانونية اللي بإسرائيل اللي عند الاحتلال اللي بتنحك فيها أكتر من فكرة يعني بدي أدخل بأكتر تفصيل أكثر من مجرد أنه في قانون طوارئ أو في قوانين موجودة بالكناسة أو كذا بس كيف بتتم العملية وكيف أنت ممكن تنتزع قرار من المحاكم الإسرائيلية شوف أحمد هو من 2015 لليوم ما كانش فيه قرار إيجابي لقضية شهيد أنه يتم تسليمه ما فيه أي قرار بالمجمل في قضية احتجاز جثامين الشهداء يعني القرارات اللي بيتم احتجاز جثامين الشهداء فيها يعني مثلا اللي بيصير خليني أشرح لك كيف أكثر اللي بيصير من لحظة الاستشهاد وإحنا عملنا القانوني في هاي القضية لما إحنا نروح على عائلة شهيد ونأخذ الوكالات الرسمية من العائلة أنه إحنا بدنا نشطيل بشكل قانوني في هاي القضية إحنا بنعمل مراسلات كمحامين وكحملة مع جهات إسرائيلية اللي هو الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية وكمان قائد المنطقة أنه إحنا بنطالبهم باسترداد جثمان هذا الشهيد بناء على أنه لازم يتم تسليمه من خلال مين؟ من خلال المحامي لهاي الجهات إنت في عندكم محامي فعليا بأراضي الثمان وارعين اللي بترافع وبطالب كل حال بحالك الحملة في عندها عدد من المحامين اللي بيشتغلوا بمزاولة إسرائيلية إن كان بمناطق الثمانية واربعين أو بالكدس أنا لما أزور العائلة بيأخذ منها التوكيل وببعثه للمحامي اللي هو ببلش إجراءات الإجراءات الأولية اللي بتم في هاي القضية هي مراسلات ما بين الجيش والشرطة ومن المحامي للجيش والشرطة وقائد المنطقة اللي بيطالبهم فيها بتسليم جثمان الشهيد وهاي المراسلات ممكن يتم الرد عليها بفترات مختلفة طبعا جزء من المراسلات اللي هي تم تسليم الجثمان قبل الرد على هاي المراسلات وجزء اللي بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع بتم الرد على المحامي أنه إحنا بنرفض تسليم جثمان الشهيد لأنه قام بالفعل كذا كذا وهذا اللي يعني يندرج تحت إطار قرارات الكابينت الإسرائيلي للعام 2018 واللي بتخولني كقائد منطقة أني أحتجز جثمان الشهيد هسا في حال وصلنا لهذا الكرار كمحامين وكحملة أنه رافض التسليم فإنه مش أحسن إشي توجه لمحكمة العدل العلية الإسرائيلية وخاصة بعد الكرارات الكبيرة اللي صارت مثلا في قضية آخرها اللي هي πرارات بنسميها قرارة أحمد عريقات اللي هو الشهيد أحمد عريقات اللي يعني بتندرج تحتها كثير من الالتماسات اللي بتتقدم لها محكمة العدل العليا إسرائيلية محكمة العدل العليا إسرائيلية بنتوجه لها بالتماس اللي هي بيحكي عن القوانين الدولية بنحكي عن الظروف الاحتجاز بنحكي عن الشهيد عن وضع الشهيد اللي أي معلومة أو أي منفذ قانون اللي هو ممكن يستخدمها المحامي لا يرفع الالتماس لمحكمة العدل العلية الإسرائيلية وهناك محكمة العدل العلية الإسرائيلية بتحدد جلسات واللي ممكن تطلب رأي النيابة واللي ممكن تعقد عدة جلسات وفي عدد كبير من ملفات الشهداء اللي تم تسليمهم وهو في جلسات المحاكم الإسرائيلية محكمة العدل العلية الإسرائيلية قبل القرار النهائي في هاي القضية يعني سوفيان الخواجة شهداء تم تسليمهم ضمن المتابعات القانونية ولكن قبل القرار النهائي من محكمة العدل العلية الإسرائيلية لأن الاحتلال والنيابة الإسرائيلية فاهمة أنه إذا كان فيه قرار إيجابي من محكمة العدل العلية الإسرائيلية في ملف احتجاز جثامي الشهداء هذا رح يسحب القرار على معظم الشهداء وعلى كثير من الشهداء فهي بتفضل أنه التسليم قبل القرار النهائي للمحكمة والجلسة النهائية للمحكمة وأنه يكون فيه قرار إيجابي فبتم تسليم جثامين الشهداء لعشان ما يكون فيه قرار إيجابي بس قبل هيك كان فيه قرارات إيجابية من محكمة العدل الإسرائيلية يعني إحنا حكينا مع بداية الحملة والشغل اللي صار بالحملة إحنا أول قضية أحمد نجحنا فيها لا استرداد الجثمان هي قضية الشهيد مشهور العروري اللي كان فيه سنتين من المراسلات ومن المرافعات القانونية أو 2012 تقريب 2010 كان فيه قرار محكمة تعادل العلية الإسرائيلية أنه يتم تسليم جثمان الشهيد مشهور العروري بعد 34 سنة من الاحتجاز في مقابر الاحتلال وفعليا تم تسليم جثمان الشهيد مشهور العروري بقرار من المحكمة وتم تسليمه وهذا أول قضية نجاح للحملة هي كانت مشهور العروري واللي هذا ساعد العائلات أنه عن جد أنه فيه شغل وممكن يصير فيه تسليم جثمين شهده واللي ساعد العائلات لتوثق أكثر الحالات وبعدها بسنة كان فيه قرار كمان من محكمة تعادل العلية الإسرائيلية بتسليم رفيق الشهيد مشهور العروري اللي هو حافظ أبو زنط واللي قعد بالمقابر تقريبا 35 سنة محتجزاً وبعدها تم تسليم في 2012 91 جثمان شهيد و2013-2014 تم تسليم 26 جثمان شهيد وكان فيه قرارات بتسليم عدد آخر ولكن 2015 مع دخول هبة الكدس يعني وقفت كافة الإجراءات لتسليم جثمين الشهداء هاي الأرقام أحمد اللي بحكي لك إياها يعني هي أرقام قد تكون احنا هذا اللي قدرنا نوثقه ولكن خاصة في مقابر الأرقام يعني الشهداء الجدد لا فيه توثيق دقيق وبالأسماء وبالتواريخ يعني فيه تفاصيل كثيرة عن توثيقهم ولكن شهداء مقابر الأرقام اللي احنا قدرين نوثقه تقريبا هم 256 هذا اللي قدرنا نوثقه ولكن احنا بنقول ودائما بنقول انه العدد نتوقع انه أكبر من هيك بكثير لأنه الاحتلال ما بيسمح وما بيعطي معلومات عن الاحتجاز جثمين الشهداء وهانها يعني كان واحدة من الأشياء اللي عن جد بنعتقد انه هي سبب انه العدد أكبر من ذلك اللي هي دوريات العبور اللي كانت تدخل على الشهداء الفدائيين اللي كانوا يدخلوا عبر الحدود من لبنان ومن فلسطين من شمال فلسطين لتنفيذ عمليات بالأراضي المحتلة وهون احنا هؤلاء الشهداء يعني احنا ما بنعرف عنهم اشي ملهم مش اي تواصل عائلي في الضفة الغربية او في مناطق الثمانية واربعين فصعب علينا ان نقدر نوثك لانه احنا رحنا للعائلات انه احنا بدنا نوثك ابنكم بس هؤلاء الشهداء اللي تم دخولهم عبر الحدود هم عائلاتهم بمخيمات اللاجئين ان كان بالأردن او باللبنان فكان صعب علينا نوثك نوثك وثقنا بعض الحالات ولكن الجزء الاكبر لا مش موثك ولهيك احنا بنقول انه العدد اكبر من هيك بكثير وكمان يعني الاحتلال بخفي كثير من جراء في الحروب اللي كانت مع الدول العربية يعني قبل سنة او سنة ونص تم الكشف عن مقبرة للجيش المصري اللي هي في الكدس واللي كانت تحت موقف للسيارات اللي بتضم رفاة عشرات الجنود المصريين فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في الكدس هذول الأرقام هي اللي موجودة حاليا وبنعتقد أنه العدد أكبر وبخصوص المقابر المقابر اللي موجودة واللي معروفة لدينا كفلسطينيين هنا سبع مقابر منتشرة في الجولان وفي طبرية وعند بلدة الجفتلك في الضفة الفلسطينية وكمان في بئر السبع موزعة وفيها كل مقبرة فيها عدد من الكبور الموجودة فيها وهنا أحمد بنحكي عن سبب تسمية مقابر الأرقام يعني هو توقع هذا المسمى اللي فيش في مكان في العالم هذا المسمى موجود مقابر الأرقام اللي بصير أنه الاحتلال بيحتجز جثمين الشهداء في المقابر اللي في الظروف اللي شرحناها سابقا بظروف الدفن بتم وضع يعني هيك زيكار مقابر صغيرة أو زي لوحة صغيرة على على في التربة على عند قبر الشهيد اللي بيكون عليها رقم مرتبط بملفات ولدى الاحتلال فلهيك اسمها مقابر الأرقام لأنه إذا أنت بتروح عليها أو بتشاهدها عن بعد هي موجودة فيها بس أرقام وطبعا مقابر الأرقام هي مناطق عسكرية مغلقة ممنوع ومش مسموح لأي حدا بالاقتراب منها أو النخول إلها أو يعني تصويرها أو إنه يكون قريب منها فهذا يعني بالمجمل عن مقابر الأرقام حسين في كمان نقطة اللي أنا بحس إنه هذا مستوى مش بحس يعني متأكد وبشوف إنه في كمان نقطة بحجم الجريمة ونوعيتها فيما يخص بمقابر الأرقام وكمان شهداء الثلاجات ويمكن بصار واضح لي هلأ منحكيك إنه إحنا عم نحكي على أكثر التوثيق اللي قاعد بصير هو من 2008 أو من 2015 وإحنا طالعين ولكن لسه في ملفات مفتوحة بقضية مقابر الأرقام أو قضية التعاطي معها ما منقدر نعرف فيها وكل الرصد ممكن يكون قائم على فكرة إنه فيه ادعاء من أسر أو عائلة شهيد أو ذوي شهيد جوا أو برا فلسطين إنه ابنا فقدنا ومش عارفين وينه فبتم إضافته لهذه السجلات بس طول الوقت هيك العملية شغالي بس أنا بشوف إنه فيه من طرف الاحتلال فيه جريمة تانية لمستها وإنت قاعد بتحكي وكنت بعرفها قبل بس لمستها وإنت قاعد بتحكي تأكدت من حجمها إنه قضية البيانات يعني إنت مش بس بتأخذ بتأخذ الأسير أو بتأخذ عفوا الشهيد وبتحت جزء جزء من قلق ذوي الشهداء ممكن يكون على مصير الجثمان أو مصير المعلومات هذه لأنه لما أنت فعليا حاطه بظروف ضمن الرقم واضح لي من مجرد القصص اللي أنت حكيتها قبل شوي إنه قضية في حد سلم سلم كان يفترض يسلم وشهيده ولكن سلم وشهيد تاني والناس لحالها ميزت ورجعته قضية إنه فيه شهيد مجهول ما بعرف شو يعني شهيد مجهول بالثلاجات إذا قاعديني بنحكي من 2008 أو 2015 وأنت طالع يعني فعلى إلي كل فكرة البيانات أو التعاطي معها أو فكرة المجرد إعطاء لقضية إنه X من الشهداء هو شهيد مجهول هذا تلاعب بالبيانات وبظن هذا مستوى آخر من الجريمة اللي قاعديني بنحكي عنها واللي من الصعب جدا نوثقها اليوم أو نتعاطى معها أو حتى فعليا جرح موجود وقلق موجود عند أهالي الشهداء بيظل موجود طول الوقت واللي كمان بصعب شغلكم صحيح أحمد يعني عشان أعطيك حالات بالتحديد عن اللي أنت بتحكي فيه يعني الاحتلال أول إشي من بداية احتجاز جثمين الشهداء كان بيسلم موضوع احتجاز جثمين الشهداء ودفنها لشركات خاصة يعني مش الاحتلال مش الجيش اللي بتم آآ 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 آخذ هذا الجثمان ودفنه في المقابر ولهيك إحنا لما رحنا على الاحتلال إنه إحنا بدنا معلومات بدنا أماكن ندفن عن الشهداء قالنا إنه جزء من المعلومات فقدناها ولهيك إحنا في 2016 وقبل هيك لدينا التماسات في محكمة العدل الولية الإسرائيلية لإنشاء بنك دي أن اي ليكون فيه بنك ومعلومات دي أن اي فحوصات دي أن اي لكافة جثمين الشهداء المحتجزين وكذلك بنك دي أن اي للعائلات اللي بتدعي أو اللي بتقول إنه إحنا أولادنا محتجزين إنه يكون فيه بنك دي أن اي في أي لحظة من اللحظات اللي كان فيه تسليم الجثمين الشهداء إنه يتم مقارنة هذه المعلومات بها عشان كل عائلة شهيد تتأكد إنه هي الرفات اللي أخذته والقبر اللي فتحته واللي دفنت ابنها فيه هذا قبر ابنها طبعا الاحتلال كان يعني فيه مداولات طويلة جدا فيه موضوع بنك دي أن اي واللي المحكمة أجبرت الجيش إنه تفتح هذا البنك وهذا يكون من الجيش كأولوية وكأشي مفروض عليهم ولكن الجيش بتدعي دائما إنه إحنا ما عندنا الكدرة وهذا كتكلفة مالية عالية وإنه لازم عائلات الشهداء والفلسطينيين يتحملوا تكلفة هذا البنك دي أن اي اللي احنا بنرفض احنا هذي نجبر الاحتلال لا يكون فيه بنك دي أن اي في موضوع ضياع المعلومات أحمد يعني احنا موثقين بالإضافة لجثامين الشهداء اللي حكيت لك عنها خمسة وسبعين حالة فقدام العائلات بلغتنا إنه ابننا خرج وما بنعرف استشهد أو أسير أو بنعرف شو الظروف اللي صارت معها فإحنا موثقينها كعائلات مفقودين في 2012 كان في أحد العائلات من مدينة نابلس اللي موثقوا ابنها ليكون مفقود ومش شهيد ولكن لما إجت الكشفات لتسليم جثامين شهداء كان واحد من هؤلاء الأسماء الشاب المفقود وفعليا تم أحضر تابوت اللي هو فيه رفات وفيه طبعا بالإضافة للرفات أحمد المقتنيات اللي كانت مع الأسير للشهيد وقت الاستشهاد فالأم كانت متيقنة إنه من خلال رؤية المقتنيات ورؤية الملابس اللي كانت مرفقة لهذا الرفات إنه هذا مش ابنها بتقول إنه أنا هذا مش ابني أنا هذا الرفات بالطول بالعرض أنا هذا مش ابني وفعليا صار القرار الأخير أنه يتم أخذ دي أن اي من الرفات ومن والد الشهيد ويتم فحصها للتأكيد إنه هذا الرفات إلا لابنها ولا مش لابنها وفعليا بعد التأكيد تبين إنه هذا مش ابنها فتخيل أنت يعني الأم مدركة وفاهمة إنه هذا مش ابنها من خلال الرفات ومن خلال المرفقات والاحتلال بكلك انه هذا ابنها وبعد الفحوصات تبين انه مش ابنها واحمد هون احنا بنحكي انه احنا كفلسطينيين معناش قدرة نعمل فحوصات دي ان اي يعني عائلة الشهيد لما بدها تعمل فحص دي ان اي هي اما بتتوجه للاردن هي اما بتتوجه للاحتلال معناش مختبرات القادرة على عمل فحوصات دي ان اي وفي حالة كمان احمد في ضياع المعلومات في حالة الشهيدة دلال المغربي دلال المغربي كان مفترض يتم تسليم هو تم احضار رفاة على انه دلال المغربي وتم اخذ فحص دي ان اي من عائلة الشهيدة ومن الرفاة وتبين انه هذا الرفاة مش لدلال المغربي ولا اليوم دلال المغربي محتجزة فالمعلومات مفقودة لدى الاحتلال وهذا جزء من الاشكالية اللي احنا بنواجهها يعني في ملف الشهداء اللي في مقابر الارقام واللي دائما لنا مطالبات انه يكون في بنك دي ان اي لانه يكون كل عائلة فلسطينية يعني الاحتلال ممكن من يوم الايام يحكي لك انه تعالوا هاي في عندنا هذول الجثامين الشهداء وعملو لهم مقبرة جماعية وخلوها مقبرة شهداء بغض النظر مين اللي مدفون فيها مين اللي رجع مين اللي ما رجعش وهذا مرفوض كعائلات فلسطينية لانه احنا بدنا كل عائلة تأخذ ابنها تدفنوا في مقبرة الشهداء اللي في البلد عندهم يكون في في قبر زورة الامهات تقرأ له الفاتحة في المناسبات الدينية يوم العيد تروح عند ابنها تزرع له شجرة تحط ورد عليه فهذه يعني من الحقوق البسيطة لكل امه لكل عائلة فلسطينية وللاحتلال بحرمها منها في قضية احتجال جثامين الشهداء ان كان في المقابر او في الثلاجات طيب حسين دي اجرب اسألك سؤال شخصي ويعني هو يتعلق بطاقم العاملين في مركز القدس وبالحملة وكل المحامين اللي بتعاطوا مع هذا النوع من القضايا اطلع من اطار منسق الحمل قدر الامكان هلا ساعدني انه انا عم بشوف فيه كمية كثافة معلومات مؤثرة وتقيلة وصعبة وكمية تواصل انت مجبور تكون على تواصل فيه مع اهالي وذوي الشهداء وتتعاطى مع تفاصيل ولقي لي يعني مش بتعاطى انه انت عندك مئة شهيد او مئتين لا انت فعليا عندك مئة شهيد كل يوم بيستشهد ابنهم يعني بهذا المنطق هذا يعني هذا الكارثة في الموضوع انه فيه اكتر من جريمة عمتين عمال اللي ممكن يتخلص جروح اعماق واكبر قداش تتقيل شغلكم وانا بعرف انه كمان يعني تحيلة الها العزيزة سلوة حماد يعني كانت سبقتك في هذا المكان ويمكن وصت لمحل انه هذا من الاشغال اللي كتير صعبة بس مبسط لمحل اللي هي مش قادر تكمل من ثقل وعبئ الموضوع النفسي والعاطفي اكتر بنفع تحكي لنا اكتر يعني عن عن سياق العاملين في هذه الحملة اكثر من دو الشهداء واهل الشهداء يعني فعليا احمد هذا الملف بكبره وبتشبيكاته وبكل الظروف اللي بتمر فيه هو ملف جدا مؤلم ومتعب للاشخاص للعائلات والعاملين في هذا الملف يعني انا تليفوني اللي هو تليفوني الحملة واللي مش تليفوني الشخصي بمرات كثيرة بكيت وانا بحكي عن التليفون لما انت ترنن لك ام شهيد ما فيش لها اي توجه ما مش عارفة شو تعمل وتقعد تبكي وعاطفيا الموضوع مؤلم جدا يعني في كثير مرات انه انا بكيت رسميا انه بحاول امسك حالي على التليفون وانا احكي على التليفون مع ام الشهيد اللي عن جد هي بس املها ورجاءها من هذا الدنيا انها تشوف ابنها وتدفنه هذا مؤلم جدا ونفسيا مؤلم يعني كثير مرات انه انا عن جد بكون سارح في البيت موجود في البيت وانا سارح في قضية في تسليم شهيد في متابع لما اشوف صورة ام اللي اشوفها منزلة بوست على الفيسبوك او على اي مكان بروح بالشعور هذا اتجاه هذا الام وانه تكون عن جد الاشي مؤلم على مستوى شخصي احمد يعني اصعب التليفونات اللي ممكن تتلقاها كانسان هو التليفون اللي بيحكي لك عن وفاة حدا او عن موعد جنازة حدا عزيز عليك او قريب اليك او بغض النظر شو كانت علاقتك فيه بعض التليفونات اللي بجريها انا مع عائلات الشهداء لما احكي لهم انه في تسليم لجثمان شهيد هذا بيكون خبر مفرح بالنسبة لهم ومبكي بنفس اللحظة هذا غير مألوف بالنسبة وهذا يعني بعيدا عن الطبيعة البشرية هذا التليفون بالمجمل هو تليفون مؤلم للعائلات ومؤلم لأي شخص بتلقاه الا العائلات الشهداء المحتجز الجثامين شهدائهم لما يتلقوا تليفون بتسليم جثمان ابنهم وموعد تشييعا هذا خبر مفرح بالنسبة لهم وهذا خارج عن الطبيعة والمألوف لكل البشرية يعني انت تيجي تحكي لواحد انه انا بدي ابنك اللي بكرة راجع ورح يندفن بكرة وهذا يكون خبر مفرح بالنسبة له هذا كثير مؤلم وهذا خارج عن المألوف وخارج عن الطبيعة يعني انا ما كنتش بتخيل انه ابلغ عائلة انه ابنها راجع وينبسته هذا خبر مؤلم وهذا يعني ما بتصورش العقل والبشري اللي ممكن عايش في اي مكان في بعيدا عن هاي القضية وبعيدا عن فلسطين الاشي مؤلم جدا يعني انت تخيل انه بعض العائلات ماشية لهدف واحد وتسليم ابنها هذا الحق البسيط تخيل الحق البسيط انه انا اخذ عزيز عليها عزيز على قلبي عزيز ابني اخوي ابن عمي وادفنا هذا الحق الانساني البسيط جدا اللي مئات الامهات محرومة منها محرومة من انها يكون موجود عندها وبقول لك يعني احنا كعاملين في هذا المجال وهذا المركز اللي هو بيحتضن الحملة بشكل قانوني بنتعطى مع هذا الملف بشكل حساس جدا ممنوع ما اردش على تليفون احمد مش مكبول بالنسبة الي حدا من عائلات الشهداء يرن بغض النظر عن الوقت عن التوقيت عن المناسبة انا لازم ارد على عائلة الشهيد واكون متاح في اي لحظة بالنسبة لهم لانه بنتعامل معاك ملف انساني بحت وملف حساس بحت يعني المركز عندنا بتابع قضايا كثيرة في ملف حقوق الانسان لبيوت المصادرات الهدم عادي احنا خلصنا دوام يوم الجمعة يوم السبت خلص انه منقدرش نرد منقدرش ولكن ملف الشهداء مختلف تماما احنا في اي وقت موجودين في اي زمان موجودين لنكون في خدمة العائلات يعني في ملفات اخرى على سبيب المثال احمد يعني احنا بنصل بصاحب الشائن في هاي الملف انه بنحكي لها تماما الاجراءات واحد اتنين ثلاث وانت لازم تزورنا في المكتب عشان ناخذ منك الاجراءات والاوراق المطلوبة هذا النظام في ملف الشهداء لأ انا لو عائلة الشهيد في يعني قبل يومين ثلاث كنت في السموع انا بنزل من رمالة على السموع لازور عائلة الشهيد لاخذ ورقة منها توقيع فمعاملة هذا الملف بشكل كبير جدا بشكل حساس جدا وميخذين بعين الاعتبار الالم اللي بتواجهها عائلة الشهيد وخاصة في الايام الاولى لا لاستشهاد ابنهم واحنا مدركين احمد انه مش كل العائلات سواسية في في طريق التلقي الخبر وفي يعني تلقي الصدمة في هذا الخبر بعض العائلات بيكون عندها قدرة وعندها قوة وتستحمل هذا الخبر وفي عائلات بتتلقى بصدمة كبيرة واللي ممكن تأثر على حياة العائلة بشكل كبير تأثر على عمل الوالدين تأثر على خروجهم من البيت على على زياراتهم اللي ممكن تنقطع فيهم الحياة ببسبب هذه الجريمة اللي الاحتلال بيرتكبها عائلات شهداء انقطعت بهم الحياة خلاص انه انا ما بدي اكمل شغلي ما بدي اطلع على شغلي لانه انا مش مرتاح وانا مش كادر اكون باي عمل وانا متأكد انه ابني محتجز في بروف صعبة جدا في بروف اللي هي لا يقبلها اي عقل البشري فهذا جزء من اللي احنا بنمر فيه وبن يعني بنكون فيك كعاملين في هذه الحملة وفي هذا في هذه القضية في مركز الكدس والحملة الوطنية لا استرداجها من الشهداء يعني انت عكستلي شوي او حكيتلي شوي عن ثقل العمل نفسه على مستوى يعني نفسي وعاطفي بس بنفس الوقت رجعت تحكي بثقلوا اكتر عن عائلات الشهداء انا وبعرف انه دوركم فعليا انكم تديروا بالكم على عائلات الشهداء فانت قلتلي كيف في يعني مثلا على مستوى رجستي ونقل انه انت اللي بتنزل على البلاد مش مش بتستناهم يجول عندك فقادر اتخيل حجم الدعم النفسي والعاطفي اللي انتو بيروح عالي عم تعطوله للأسر والعائلات بس كمان بنفس الوقت انتو بس تسكر دك تنام بالليل يعني انت بتنام مثقل فكان عندي سؤال انه حتى العاملين الثقة للعمل عليهم كتير كبير وعندي صار سؤال يمكن اوضح يعني بنفع تجاوبني عليه انتو في مين بيدير باله عليكم يعني في مين بيدير باله عليكم مكان تاني كان في مين يدير باله عسلوة قبلك او او في الجانب من الرعاية او الدعم النفسي او العاطفي اللي بتاخدوه من مكان تاني كمان يعني في في ظروف معينة صحيح احمد احنا بيكون لنا وبيكون عن جد احنا بحاجة لهذا لهذا الدعم لانه تراكم هذا العمل وظروفه احنا ممكن ما نلاحظها بشكل اولي ولكن مع تراكم الايام والسنوات هذا راح يكون تأثيره كبير على حياتنا وعلى تعاملنا الاجتماعي فانا يعني بكثير من المرات احنا يعني نتلقى وبحاجة ممكن لدعم اكثر في هذا الملف واي حدا بشتغل في هذا الملف مش مش بس يعني مش مركز الكدس والعاملين فيه لانه كمان في مؤسسات اخرى يعني بتعمل بتشتغل في هذا الملف وهي يعني كمان بتعاني نفس المعاناة اللي احنا بنعانيها صحيح الثقل الاكبر الاكبر والاوسع على الحملة الوطنية ومركز الكدس ولكن في مؤسسات اللي هي بالثمانية واربعين بغزة بالضفة موجودة بتشتغل ببعض الملفات احتجاز جثامين الشهداء فالألم موجود لكل حدا بشتغل في هاي القضية لبعض عائلات الشهداء حسين انا معلش دا اقاطعك انت شو بتساوي عشان يدير بالك على حالك عشان تاني يوم تقدر تقدم كمان دعم بسؤالة فيه البسيط يعني بشكل يومي ما فيش احمد يعني بشكل يومي ما فيش بس بشكل هيك مرات بكثير من المراحل كعاملين في مركز فيه زي جلسات اللي هي بتكون على اطار اللقاءات السنوية او اللقاءات النصف سنوية للمركز بيكون فيه جزء من من المدربين او الناس المختصين اللي بيجيبوهم اللي بيكون دعم نفسي واشي مثل هاك ولكن بغض النظر هذا الاشي موجود بس انا بفكر وهذا شعور داخلي انه احنا بحاجة لاكثر من هذا الدعم لنكون عن جد قادرين للتكملة في هذا الملف وانه يكون صامدين وانضل ماشيين لاخر لاخر الطريق ولاخر لاخر القضية هاي بغض النظر انه انا كنت موجود ولا اللي بعدي ولا الاطفال اللي كنا بندربهم قبل فترة في المخيمات الصيفية لازم يكون في عن جد مساندة لعائلة الشهداء وللعاملين في هذا الملف بقدر وبحجم الالهم اللي موجود في هاي القضية انا يعني اصريت احكي عن هذا الاشي لاني بتوقع انه يعني في شغلتين يمكن بالسياق العمل الجماعي انه هذا الجانب النفسي بتدعوص عليه طول الوقت انه مش مهم تفصيل صغيري حتى انتي لما جربت اسألك عن حالك كمان دعوصت عليه مقابل انه يعني بالمرة الاولى يعني مقابل انه في معانات اكبر ذو الشهداء واحنا جايين نحكي عن ذو الشهداء بس انا بحس انه في الجانب اخر واخير يمكن اللي بقدر اشوفه بشكل واضح من اثار قضية احتجاز جثمين الشهداء مش بس الاهالي كمان العاملين وكمان المحامين اللي بشتغلوا على الموضوع هاد هدولا كمان بتضرروا فيه حتى لو انتي واحد من العاملين ومش قدر تحكي بس انا مشبور احكي عنك لانه بعرف انه كمان في هاد الرغبة او التواضع او الزهد بقضية انه نحكي عن اثار هيك مواضيع على حياتنا وعلى نفسياتنا قدام معانات او داما هاد المقارنات السلبية يعني بقضية باهالي الشهداء بس انا بظن انه فيه انعكاس على العاملين على اصرهم على ذويهم على زوجاتهم وابنائهم وكتير تفاصيل واللي بالنسبة للي هذا المستوى كمان مستوى غير مباشر مش مرئي بس هو حاضر وكتير قوي ومؤثر كتير سلبي وبعرف الشو ممكن الواحد يحكي لكم ديروا بالكم مع حالكم مش بس عشان انه انتوا تقدروا تصحوا تاني يوم تعتملوا دعم نفسي لا الاهالي الشهداء بس بقدر كمان انه الواحد على مستوى بيته اهل وناسه كمان يكون يعني بصحة وعقلية ونفسية ومزاج جيد لبناء اسر وعائلات حسين بدي اسألك على قضية المناصرة انت عم تحكي بسياق قضائي وقانوني كان بالاكتر في جهد اعلامي يعني انا شكرا للك بشكل اساسي انه كمان صار يعني تقارب كمان شارك بهذه الحملة الاعلامية او النشاط الاعلامي في سياق الحملة هاي بس ده اجرب اسأل على شيء يتجاوز الجانب القانوني والاعلامي على مستوى مثلا برا اذا فيه اي عنوين او فيه اي مساحات الواحد ممكن يشارك فيها اذا كان فيه مستمع او مشاهد هلأ حابين يشاركوا او يكونوا جزء من هذا الاشي كيف ممكن يكونوا يعني فاليا احمد الجانب اللي بتشتغل عليه الحملة بالاضافة للجانب القانوني اللي هو الجانب الفعاليات والاشي الجماهيري يعني على مدار السنوات من الالفين وثمانية لليوم في عمل جماهيري ومناصرة لهاي القضية ان كان على مستوى محلي او عربي او دولي وبتركز بالاساس في هذا الشهر وفي نهاية هذا الشهر اللي هو 27 قابل اللي هو اليوم الوطني لشهداء مقابر الارقام والشهداء المحتجز جثامينهم واللي دايما فيه فعاليات وفيه متضامنين ومناصرين لهذه القضية يعني في سنوات سابقة كان فيه او حتى قبل اشهر كان فيه مجموعات فلسطينية في مدن اوروبية اللي عملت على وقفات في عدد من الدول الالمانية والمدن الالمانية والفرنسية كان فيه يعني وضعوا طاولة على امام المولات الكبيرة وشرحوا عن القضية وناصروا هاي القضية رفعوا صور الشهداء المحتجز جثامينهم في وقفات في اوروبا واللي كان لها تأثير منيح وتأثير ايجابي على عائلات الشهداء لانه عن جد في ناس النا متذكرين في المانيا وفي فرنسا وحتى قبل سنوات ان عملت مظاهرة كبيرة في امريكيا ورفعوا صور الشهداء فهاي القضية موجودة ولكن بحجم يعني مش كثير دايما قوي وكبير وخاصة بحجم القضية الكبيرة فدايما نتطلع انه يكون العمل على هذه القضية من جميع الاتجاهات بشكل اكبر اكبر وبشكل اوسع لانه في كثير من الناس في كثير من المتابعين يعني اتوقع جمهور تقارب الجمهور الواسع لتقارب رح يسمع عن هاي القضية من خلال هذه الحلقة ورح يتفاجع من كمية المعلومات فاي مناصرة من خلال اي وسيلة من خلال اي مجموعة هذا مهم مهم للحملة مهم لعائلات الشهداء عائلات الشهداء كثير بيأثر فيها وكثير يعني منيح لها انه يكون في ناس بتتذكرهم في ناس اللي هي موجودة معهم فالفعاليات موجودة احمد اللي خلال هذا الاسبوع النهائي من هذا الشهر في فعاليات كمان في منصات اللي هي للحملة اللي دايما بتنشر عن القضية بشكل دائم في هاشتاغ اللي هو موجود دايما اللي بيحكي عن هاي القضية وللكل بتابعه واللي هو بدنا ولادنا اللي بيأخذ كل المعلومات كل الصور كل الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي جزء مهم من المناصرة في هاي القضية بس يعني بنطلع انه يكون في اشي اوسع واشي اكبر بالسنوات القادمة وبالفترة الجاية ليكون عن جد بحجم هذه القضية الكبيرة والممتدة لسنوات طويلة جدا من الالم للعائلات شكرا كتير حسين انا بالعادي بنهي المقابلة بالسؤال اللي بسكر شابتر الحلقة هيك وفتح شابتر تاني فشو وضعك مع المكلوبة عزيز الفاضل اخي حسين والله يعني المكلوبة واحدة من اساسياتنا في هذه الحياة مبارح وانا بنتقدم مكلوبة واللي هي مكلوبة الجمعة واللي جمعة فش فيها مكلوبة لا يعول عليها زي ما بنقول فالمكلوبة من اهم الاشياء اللي بتصر لنا كفلسطينيين واللي بتخفف علينا قلم الاسبوع وقلم الايام المؤلمة اللي بنعيشها وبنعنيها انت بتتعبرها المكلوبة مسكن الام يعني اه طبعا اشي اكيد مسكن الام اسبوع شكرا كتير حسين شكرا لإلك يعطيك الف عافية الله يعافيك ان شاء الله هذه الحلقة تكون يعني قدمنا فيها مرجع لهذه القضية لحد 2023 شكرا لإلك للتوجه شكرا لإلك لاقتراح الموضوع يعني هو تقارب هيك حرفيا شريك وانتي عزيز عزيز يعني جمعتنا الميادين وبجمعنا اليوم تقارب فممنون لك على هاي المساهمة وشكرا على هاي الحلقة يعطيك الف عافية الله يعافيك شكرا جزيلا لإلكم يعطيكم الف عافية كانت هذه حلقة يعني تقيلة جدا بالتعاون مع الحمد الوطني للسردات جثمين الشهداء وبالتعاون مع منصقها حسين شجعية الموضوع دائما تقيل بس جربت في هاي الحلقة أكون كتير واضح من زمان بدي أعمل هذه الحلقة بس ولا مرة كنت عارف شو الموعد أو الوقت المناسب أفضل موعد كان حاليا بالتزامن مع اليوم العالمي أو يوم العمل للسردات جثمين الشهداء ولجربت بهذه الحلقة وهذا اللقاء وهذا الحوار نحكي عن جوانب بتبلش فعليا بالشهداء وانتهاك جثمانهم وانتهاك أهليهم وبتنتهي فعليا حتى بانتهاك العاملين على الحملة بحد ذاتها إن شاء الله يعني تكون هذه الحملة دافع للعمل أكثر من أنها دافع للندب دافع للتواصل مع هذه القضية خطورتها والتواصل مع الأهالي والعاملين فيها وكمان تحويل هذا الحوار أو هذا المشاعر السلبية اللي ممكن توصلنا من الاحتلال ومن جريمته لفعل إيجابي ناحية القضية ناحية الشهداء ناحية الأهالي وناحية الحملة وشكرا جزيلا للكم ونلقاكم في حلقة قادمة شكرا